ايه زيكم يا شباب عاملين ايه يارب تكونوا بخير النهاردة جايب المصيب الاول من حكاية دي في اراوين فبتنسوش تدعمنا باللاقي الجامد واللي اشتراك الاجمد وبدون اي اطالة يلا بينعا الفيديو تبتمتلك قصتنا بان الابطال اليوم كانت عالية جدا اسموهم بس بتعمل تأثير رهيب معظمهم عملوا ممالك والتانيين عملوا نقابات واحد تم ذكره في التاريخ والتاني هزم ملك الشياطين والتاني كان طبيب عالج عدد كبير من الناس اللي كانوا بيعانوا من امراض خبيثة هو انت بتستهبل علي مغرد عائل عنده عشر سنين بيمروا بالتقربة دي كانوا واخدينوا ملتشة حرفيا ولما كان بيخلص مهمته كانوا بيغمزوا في صاصل البراكين فبقول لهم اخيرا هسيبكو انت يا جنية هتفضل الغاية امتى تخلي الناس تقولك اختي كبيرة ده انتوا جنيات عواجيز عاشوا من عشر تلاف سنة موتوا بقى ورايحوا امي فبيوضعوه وبيقول لهم اه بتمنى مشوفش خلقكم دي تاني ولما بيفتع عينه بيبقى مشلول مش عارف يتحرك حتى بيبقى مش قادر يفتع عينه فبقول لنا رجعت الامير الضعيف والمنبوز دي في الراون ومملكة رون موجودة شرق قارة اوبليكس وانا بقى اميلي البلد الصغيرة دي وكة احيانا وكمان الابن اكبر لملكها حياتي كانت عسل في الاول طبعا بسبب ان امير وفضلت محبوظ في القصر طول حياتي انا كنت عبيت وقتها كنت فاكر ان السعادة ادوم للابد وما كنتش اعرف عواقب ان الواحد يبقى امير محاولات تسميم فشلة تم استهداف من اعدائك كتير كنت لازم نعرف انه نكرة خلينا من الماضي دلوقتي اولوياتي هي انتعافى بعد كده هنتقم منهم صبركم علي لانا اتحانتم الابطال من الام في السنين وربنا نطلعوا على امكم اركبكم والف بقى مصر كلها بس انا اخيرا رجعت فبيبقى دي في عام النفسه نايم فبتبقى هي دي الخادمة الوحيدة اللي كانت موجودة في القصر بس كواس انهم شغلوا خادمة واحدة فلما بتمشي الخادمة بيقعد يقلب علشان يعرف التاريخ فبيعرف انه على الحال ده بقى له 6 سنين فبيفتكر قبل 6 سنين وربنا نطلع الـ 6 سنين دول عليكم انا مش هرجع الودي التعبان ده تاني اللي انتو عارفينه وعلشان اضمن ده لازم ان اتعافى هبدأ الاول بالشفاء فبيحاول يستخدم سحره لكن مفيش حاجة بتطلع السور هتلقى ملغوشة هم 6 سور ده من عندهم مش مننا فبيفتكر بنت اللي كان يتعلمه ازاي يتحكم في قوته وبتقول له بانه ممكن يكون احسن حامل للقوة دي فبيبقى اسم القوة هي قوة السحر الابيض ودي قوة بيمنحها الحاكم لحبيبه وبتبقى البنت اللي ساعدته على اتقان السحر واستخدامها ليه فبتبقى اسمها ديفل سحقا بسبب اني مش عارف استخدم القوة بسبب اني جزمي يفضل رائد لست سنين انا كنت خايف لحسن كل الخبرة اللي خدتها من العالم دي تختفي مرة واحدة انا مش عارف اقوم شكلها لزقت شكلها احتاج وقتها عشان انجع قوة الحقاقية حتى ابسط تكنيات الشفاء مش عارف اشغالها وبيقعد ساعتين يحاول لكنه في الاخر بيستسلم بس الاستسلام ده للضعفاء وبينجح المرة دي وبيفعل سحر الشفاء وبيخطو بعديها اول خطوة بعد استيقاظه على طول فبيبقى فرحان انه اخيرا شاف الشمس وسط فرحته بتدخل الخادمة عليه فبيعمل نفسه ميت فلما بيجي الدكتور يكشف فبيبقى عمال الكرة عليه فبيقول ديفي باني عايز يسكع العجوز ده كاف بس للاسف لازم نتصرف كامير فبتدخل واحدة بيقوله انت لسه عايش والولية دي بتطلع لناس سممت امي علشان تاخن مكانها في العرش ما تخافش من العبيطة خاف من خلفتها اولي رماني بالرمحة حبس اصلي دي بحاولة اختيار امير فبيسأل عن الطريقة اللي اتعاقب بها لو غاد دول بس للاسف القضية تقفلت اه لو كنت بس موت فبيقولها يا رجعاتي للحياة حرقك اوي كده فبيتري عليها كارلوس بانه اتضرب وغم عليه ده انتعار فبيقول ديفي بانه استخدم السحر الابيض قدامهم لكن محدش لحظه فده ممكن يكون بسبب الفرق القوة بينهم لنسبة العيلة اللي خسرت مكانتها في مملكة رون لما شفتها هي وابنها كنت عايزة اقتلهم فبيقعد اسبوعين بيكون ديفي في الوقت ده استرجع جزء من قوته وبقى بيعرف يتحكم في المنة فبتنادي عليه امي بتستازل علشان تدخل فكان مستني حاجة كبيرة منها بس جابت له شربة ايه احباط ده اعملين لي كمان خمس اطباق معلش قصد عشرة ما اني حاسس ان مطنها تفجر بس بسقب سحر الشفاء شهيتي اتفتحت فبتجيب له ايه من الميزانية فبيطلع خربها بسبب الاطباق اللي كلهم كان المفروض يتغز عليهم لعشر سنين قدام اكيد في حاجة غلط هو كام عدد الخدم اللي في القص من ردة فعلها دماني انه هي الوحيدة هو اشبه من منزل بس كان ساكن فيه ملوك قابلي خادمة واحدة بس اللي شاهدت كل اللعباء دي انا ما قليتش قبل كده من الكمية اللي بقولها فبيسألها هو كام الدخل اللي بيجي فبيطلو 600 كتا عذابية ده مصرفاتي بس انا المفروض بيجي له 500 كل شهر بس اللي بيجي ليقل من 100 هو بينصب علي ولا ايه هو انت بتاخدي كام في الشهر فبيطلو باخد التلت فبتبقى ايه مشغالة شغل الاصر كله بسبب فقراء الشديد فلما بيلاها دمعت بقول لها خلاص خدي مستحقاتك من اراداتي وخديني للإدارة المالية فبنتقل للإدارة فبيبقى المسؤول هناك فبيقوله بان حصل تجديدات فلوسه ما صار يتطرفت على القلعة والفلوس اللي تباعد بعد تهالك فبينزل ديفي عليه سلخي وتحقيق وبيعودوا بانه يرجع له ايه رأي يكون نكمل في القصة دي ولا لأ لو عايزيننا نكمل انزل اعمل لايك واشتراك في القناة اكيد الخدم كانوا لازم ان يخلعوا من القصر وكل الشغل نزل على ايمي في الآخر ايمي هو ممكن تجيبه لي صف ما تقلقيش مش هطع راس حد انا مش بخطط قتل حد غير الأوغاد اللي يقول عن نفسهم نبلاء لو قتلت حد هيقوله بان الأمين تجنن ولازم ان ننفيه وطبعا النبلاء مش هيتمنعه بالقوة انا مش غبي علشان ابقى كبش فدى للأوغاد دول فبنروح لأصري للناس فبتبقى بتتكلم مع الخادمة بتاعتها على ديفي بانه تغير فبتقوله بان نميبش بالعافية يعني ااخد سانة علشان يتشفي فبتقوله شارلي انت متأكدة منك مغبرة من الدرجة ايه مش مثلا من الدرجة سيه نقابة القتل اللي موجودة في العاصمة اللي همش فايدة انا شك في حاجة الأمير الاول اتخلى عنه بعد ما استفق بعد 6 سنين هلازم اخليه تحت طوق امري ركزي معايا كويس علشان المرة دي مش هعديه على خير معاكو فبنروح لتاني يوم فبتقوله ايمي انت رايح تستكشف الحديقة اه الجو حلو النهاردة روح انت لو حد دي جي سأل عني بلغيني فبنروح دي في استكشف التدريب كان بيحور على ايمي وبيفعل مجال حواليه عشان يتضرب على تكنية تنفس المنة التكنيات العادية بتاخد شهور علشان امتص المنة لكن التكنية دي معجزة بتبقى فايدتها في ايام بس لو حد اعرف الحواردة هتحصل صورة كبيرة فبقى في شخص بيرائب دي في لكن على مين دي في بيلحظه فاول ما بيعرف ان دي في عارف مكانه بيهرب على طول بين ان العيون دي من المالكة وامثل انه ضعيف وغبي بسبب انتشار مجال تشوي المنة شكلهم فقدوا اثري فبيفعل دائرة المنة وبيقول بان الكانة بيستخدمه السحر الابيض والصحرة بيستخدمه السحر لكن اللي اتنين مش بيعرفوا يستخدمه استحضار الارواح لكن قدر استخدم التالتة لان الافريكي المطرشب وده في فضل البحثين المجانين دول فبيبقى بيستخدم الطريقة وبيقول بان الصحرة بترسم دوائر على قلوبهم بس لو عملت كده هنحرف على الدائرة بس في دائرة تعلمتها وهي اسمها دارة كاريتري من خلال مطابقة الشرايين في جسمي بعمل دوائر معقدة وبصب المنة فيها بيستخدم الجسم كله وبيستخدم برضه القلب كدائرة ده اشبه بتعديل الجسم اي خطأ لو كان بسيط ممكن يأدي الموتك في المرة اللي فاتت نجحت بالعافية وفضلت عايش بفضل البحثات اللعنة هو انا هنجح المرة دي وانا حد بيمسك ايده فبيتخيل عقله بانهم لسه وقفين معاه وبيسندوه هبدأ بالدم يلا نجرب فبييجي الليل وبتبقى ايمي لسه يعدى مستنيها وبتقلق اللي هيكون حصل له حاجة فبيطلع لها من وسط الشغر وبيترمي عليها وبيغموا عليه ولما بيفتح البشعينه بيبقى مرمى على السرير وبيبقى ساحل ايمي وراه اه نغم علي انبارح بس دائرة الشريرين اجتملت بنجاح كده فيه ثلاث قوة بتمشي في عروقي وفوق كل ده بيبقى تأثير تاني مميز بتحريك بس اصباعي بقدر اعمل تعويزة صغيرة فبيلاحز ان ايمي ساحت وبيلغي سحره فبنروح بعد خمس شهور فبتكون ايمي لقيت شنطة عشاب وبيقوله بان قبل ثلاث شهور اجتملت دائرة الشريرين اي حد في قلاة يقدر يكل اللحم والخضار انا حاسس بحاجة غريبة في شخص بيقرب ايمي يلا نمشي بان انها ينقابل ضيوف وهو مرشد الملكة فبيقعد يتفحصه هو انت بتتوقع انها بقى كويس قريب فبيقوله بما انك عدت في السرير كتير فخطر ان استخدم السحر الابيض عليك فكويس انك قادل تععد الوقت ده ما استخدمتش حتى تعويزة واحدة للعلاج عرى عليك انت مش عارف تعالجني علشان انت مش عايز فبيرد عليه بانه مش عبيته ومش فاهم اللي استعماله المعرفة للسحر الابيض تم منحها ليه من كهن اصح انت عبيت زي كارلوس فبتدى يا ايمي وبتوغزه فبتاخد اللي في النصيب بيبقى اني جيت المسافة دي كلها على الاقل خليها توصلني لحد الباب الفحص خلص اشوفك كمان 15 يوم وصليه للباب يا ايمي فبيوقفها المرشد وبيقولها بان عايزة في خدمة ملكية لو مجيتيش الليلة حياة الاميرة تبع في خطر فبيبقى ديفي سعب سيفه وشكله مش نوع على بر وبيروح اتجاه مساعدين المرشد وبيقول بان لو الكسل هو مفتاح التقدم هيكون الغضب هو القوة الدافعة ويسيبهم متقطعين كشراحة توست فبيروح لامي والمرشد وهو بيقولها بان الحياة الامير ديفي في خطر والملكة مدياني كل الصلاحيات لكده هو انت فاكرة بان فيه حد في المملكة دي واقف مع ديفي بتاعك ده واللي هيجرى ايزيه فهيواجه الملكة فبيبقى ديفي قاعد وراب يسمع له لانت كنت محتاج عزر فبيرقده ديفي على الارض وبيبقى متفاجئ منه بيتحرك ايمي هي ايه عقوبة الطامر ضد العيلة الملكية فبيقوله انت ازاي تقدر تتحرك فبيرد عليه بانه هو ده سبب انه لسه في الطبقة الدنيا احنا مش محتاجين سحرك المعفن من الاول ايمي هو انا افضل عيد كلام كتير هي ايه عقوبة الطامر ضد العيلة الملكية فقبل ما حتى تتكلم فبيكون ديفي قطع رقابته وبيكمل بان العقوبة هي الاعدام فبيقول للمشهد وبيطلع اخر انفازه بان الارض العريقة مش هتسكد عن اللي حصل فبيشكره ديفي عن تحذيره لكن انا اضمن لك العكس فبيطير حرفية رقابته وبيكمل بان اللي وقفين جنبك هيختفه بسرعة انت باين انك تجننت علشان تقتل تابع من الارض العريقة انت ازاي اتجرى تتعمل كده فبيقول لها انه هدي تتابع بورة حياتي كلها انا عقبته حسب القانون وفي حاجة غلط عملته مش كان مضحك لما انا كنت في غيبوبة قوانين للمملكة ما كانتش وحشة جدا كل اللي حصل ده ولسه جلالة الملك ساكت انا عقبت الشخص اللي كان بيتأمر على العيلة الملكية هو انت من ام تبقيت حياة الفرد من العيلة الملكية اقل من التابع اقل حتى من المستوى الادنى فبتوقت تسبيله وبتشتمه وبتشتبه بامو اللي هي سمامتها فبيطلع نية قتل وبيقول لها جلالة الملكة مش شاتم واحد قدامه حاجة مغزية ويدخل الخدم اللي كانوا شغالين عندي ديفي في القصر وشارلي بتلفه بالسلسلة الكوة الزيادة دي بتودي صاحبها الموتو ما حاولت برضو قتل واحد من نفس العيلة الملكية مش بيختلف مستحيل وعرف ان قرلس هو سبب فبيقول ديفي انا مش غيبي علشان اخبي بتاطر رباحة لمدة اطول من كده ولو خلصتي اطلعي بره قصري وهتيلي خدم بدل الخدم اللي خدتيهم وجددلي لقصري انا خلصت اتفضله بره علشان انتم السيدات تليه بقصري فبتدخل الملكة في حالة جنون في قصرها وبتقعد تقصر كل حاجة حواليها خليك مكمل في تصرفاتك هتوديك لنعشك هتكون تبا بوفاتك وبيخلص اليوم وبيبقى فيه شعات طلعت على ديفي وبيقول له عليه مجنون وبقى عالله فوت على اخر فبيبقى ديفي قاعد بيفرج عليهم وهو مبسوط وبيقعد يتكلم شوية مع ايمي فبيجي شخص وبيبقى ده كبير الخدم للعيلة الملكية واسمه هو بيزفوس فبيبقى جاي بالناس اللي كانت مختلسة في لوسه من الميزانية فبقول له ازاي دول بتعقبه فبيرد عليه بانها تبقى حسب اوامره لكن في العادة بتتقطع راسهم هم وعيلتهم فبيقضي يترجف ديفي علشان يسامحهم فبقول انا بعتقد بان فيه اشعة طالع عني في الاوينة الاخيرة باني مجنون علشان الدم او اي حاجة زي كده ايه رأيقة صرف زي ما الاشعة بتقول فبيقضوا يتوسله وبيقولوا بان الاشعة دي غلط بسفس حطهم في السجن وما تدهمش نقطة مية من دلوقتي احسنهم انه يموتوا علشان يكفروا على الفلوس اللي خدوها ما اني مش فرحان لاني ده كان طالب الملكة هاو دلعب معاهم لان الوضع بقى مسير للاهتمام وهيتم قطع رأسهم بعد تسعة ايام فبيقولوا المناصب الفاضية هيتم ملقاها على الظهر فبيقولوا ديفي بانه هيخلي ايمي وعايز يعلي ردبتها لكبيرة الخدم ودي لها مكافأ اضافية هو انا قادر اشوف ابويا فبيعتزله بسفس بانه ممنوع لسه وخليك صبر شوية وانا هتكي لنا صحيح انا كلت الاكل اللي انت بعدته فبتبقى الامير التالتة ويندي قعد عليه انا معرفتش اني معاه بسبب اني محطتش علي ايمي يتعكم منا فبيجي الامير الرابع باريس وبيشيلها وبنعرف ان الملك ميتجوز ثلاثة اليس وانيشا والينيس الحالية اليس والينيس انقسموا وكانوا ضد بعض لكن الثلاثة كانوا في حالهم فبارس وويلي هم ولدها احنا اخوات لكن من امهات مختلفة فبتقعد ويني وباريس يدوروا الضرب في بعض وبيقعد ديفي وويلي مشاهدين المباراة الـ WWM اللي بتحصل فبيقول لها ديفي بان انيشا بعتت بنتها الاولى لمملكة اجنبية بسبب لينيس فبيعوضوا حرفيا فاصل كامل بيسألوا عن احوال بعض وبيفتحوا مع احوار مسابقة المبارزة وبينزالوا دق في بعض عشان كانوا عملينها مفاجأة فبيدي باريس ديفي جواب وقوله بان ديفي مسابقة بتتعامل كل خمس سنين وهتتعامل السنة دي في مملكة بلستي ودي بتبقى مسابقة لتناغموا القرارات وبيشارك فيها المرتزقة والنبلاء فبيقول باريس بان احسن له ييجي علشان هو مخرجش من مملكة قبل كده تعالى معانا بيتقال بان مملكة بلستي جميلة فبيوافق ديفي ومن هنا بتبدأ الاحداث تخرج لقتلات حماسية فبيبقى بيزيف يتكلم معاه حتى على خروج رون لمسابقة المبارزة ما تخافش السيد الشاب بقى احسن وافضل استقامة هيدوه ويدرقه بقى اعلى حتى انا اتفاجئتي بعد ما شفته فبيقول له كفاءة بانك بتعترف لده فبيطلع بيزيف يتكلم مع ابو ديفي فبيسعل ديفي الحتة اللي على الجبل وبتبقى ايمي فرحانة انه هيخرج فبيعدوا عليه وينلي وباريس وبياخدوه بيمشو وبنعرف ان ممسابقة المبارزة القرية دي بتبقى ممسابقة بتجذب انتباه العالم كله لكن انا مش هشارك بسبب حجة مرضية لو كان باريس ادري على انه يعمل حاجة مكانت الاميري التاني كان له ستتأثر اكيد وده سبب موافقة الملك على مشاركة باريس بسهولة زي ما تكون متأكد ان باريس مش هشارك يعمل حاجة او بتخطط لحاجة تانية فبدخل شمس المملكة الملكة شارنيز ارراون شمس المملكة دايبة والدي دي المرة الاولى اللي قابله فيها بعد ما صحيت من الغيبوبة انت كنت بتحبيني كويس من نص السنة اللي فاتت فبيقول لباريس ارفع رأسك انت عندك السقة فبيقول اه انا عند السقة انه قدر امسل مملكتنا من خلال انجازاتي فبيلاحظ ديفي وهو واقف في شموخ فبيسيبه وبيمشي وبيقول له انا فرحان انك فصحة قويسة باريس انا مش اصدق انا عاطفي بس هو ده الملك ما بقاش مهيب زي الاول هو اتغير للدرقة دي زي اسد عجوز مرهق فبنروح للتاني يوم فبيبقى ديفي والشلة راحين المملكة بعربية فبيقود يتكلمه عن مسكراته اللي عزب الله يا عزيز المشاهد فبييجي الليل فبييجي باريس يشيك على ديفي اذا كان عايز حاجة فبيقول له باريس بان حاول يقلل الموكب علشان ما يبقاش عيب عليه فبيقول ديفي بانه عارف ان المرحلة كايت ممكن تغلص بسرعة لو ركبوا العصنة بس هما بيراعي ان تعبان فبيودع باريس ديفي فبيقول لامي بان الامر حلو النهاردة وبيقطع غزن زي عادة تأهيل فبتتسلم من الحراس فبيقول في خمس مرافقين واربع منهم نخبط خبراء صيف فالدنيا امان طالما ما حصلش حاجة كبيرة زي تمرد وهجوم من قتلة في حوالي 20 شخص هنا اظن انهم كانوا بيخططوا الرجوم لما الكل ينام هم عارفين ازاي تخفوا صح من واضح ان يقول ده بسبب الولياء دي دي فرصة بالنسبة لها حلوة علشان تخلص مني ومن باريس ويني اكيد مش هتفوت فرصة فريدة زي دي الصراحة انا مش فرحان وانا بكشف عن قوتي لكن لما بيفكر مش بيبقى مهم الناس اللي شافون الليلة مش هيفضل عايشين فبيفضل دي فدعيكم وبينزل طلطش فيهم شمال ويمين مش عاتق حد خالص انا عايز بس اتاكد ان الملكة الناس هي اللي بعتاكو درغم ان نحياتكم على المحك الا انهم مش عايزين يقولوا حاجة طالما مش عايزين تتكلموا فده مش هيعمل فرق محاولة الولياء دي انها تقتل ثلاث افراد من عائلة الملكية هيعمل ضجة كبيرة حتى الملكة الناس هتواجه صعوبات وفي سبب علشان تبقى واسقة من نفسها زي كده فبينزل على اتنين بينهيهم ياه وانتو لسه مهربتوش شكلكم مش عارفين الوضع اللي انتو فيه فبيقولوا واحد روحوا وقولوا منها حاولة بطأ فبيقرب التلاتة علشان يشتتوا ديفي لكن ديفي بيبتسم بخبص وبيهجم عادي واحد منهم في لحظة دهشة منه دي مزيفة يا وغاد فبيقطعوا مش راحم فبيقولوا انت وقيت في الفخ ازاي اساسي لاختياله والصبر فبيهجم على ديفي اللي اتنين التانين فبيهرب التلت بسرعة والاتنين التانين بيهجوموا من الطرفين فبيبقوا عظام طريقة على ديفي المطرشم انتو ضيع طولي وقت انا كنت شغال على ده بعد ما قتلت صاحبك فلما مروحتش الجزء التاني من الكرة فبش هتبقى يادر على تفاديها فبيديله سلسلة ضربات تلاتة في واحد ديفي بيعمل عروض كمان وبقول سحر استحضار الارواح بيتسبب في موت الارواح الغير ملموسة لطريقة وحشية بس اللي علمني ده قال لي خلص الحور بشكل صح مظهر شابة الرحمة لللي عايزيني اتلوك هو ده اللي اختيالي المسالي طالما محدش اكتشف انك الفاعل فبيتقول لي نيس هو ازاي ده حصل فبيترد عليها شارلي ان كل الشماء المتصلة بحيانات التلاميذي اتطفت كلها انت قصدك ان تم القضاء عليهم طب هو فيه اخبار عن تلاتة دول بقى انه موصل المملكة بليستي طب تضربها للناس وبتقول لها بان ما استوعى نقابتكم متدني بعدت 25 واحد وماتوا فبتقول لها احنا لسه مندور عليهم لكن الامير ديفي عنده مساعدين هو مين اللي ممكن يكون بيساعده خلاص دورينا على المساعدين دول بسرعة وانا اخليهم يندموا على ده ما تنسيش انا مش مشغلك معايا ولا بدايمك علشان تفشلي لو ما نجحتش المرة دي هلغى عقدنا ساعتها استخدم قوة علب باريت وحتى قوة المملكة علشان احمل نقابة الامر اللي سود فبيكون ديفي في الوقت ده وصل لمملكة بليستي اخيرا وصلنا لمملكة الماء وهي بليستي هي بتعتبر مدينة مش مملكة لكن فيها صار تاريخية وبتعتبر من اجمل الاماكل في القارة في الحلبة دي هتتعامل بطولة المبارزة بالصيف المكان ده كان اصلا مكان حروب حتى البلدة دي مشهورة بالمقاتلين واللحوش بيتقاتل مع بعضها علشان تعيش حياة برية هو فيه كم واحدة يشارك في البطولة دي فبيقعد باريس يجيب له المملك كلها فبيقوله دي مجرد بطولة غرور بان المملك المشاركة وكمان هتبقى مملة لان اللي هشارك يبقى تحت العشرين سنة منافسة اطفال فبيتقوله ويلني بان ابو طويلة الغابي ده هو اللي هيمثل مملكة رون في البطولة فبيقول ديفي بان مهارة باريس متوسطة مستوى اقل من معلم مبارزة بالصيف لكن بالمقارنة مع عمره فده جامد عايز اشوف هو بيقاتل فبيتقوله ويلني بان ممثل مملكة فان هتكون اميرة الصيف فبتتري عليه ويلني لان ديفي مش عارفه فبتحكيله عنه واسمها هو الينا وهي الاميرة الوحيدة اللي في البد لانها بنت على تسع اولاد ومن هنا بيبتدي القسم التاني فبيتقوله ويلني بان ده الصيف المفضل للحاكم واسم الصيف كالديراس واحدة من الطحفة اللي اتعاملت من مهات السنين فبيقول ديفي صيف الحاكم كالديراس ياه عدت فترة من ساعة ما سمعت الاسم ده لان معلم اللي كان بيضربني هو حاكم السيف هاريس بالرغم انه كان كسول الا ان مهاراته عظيمة فاسمعت اسم السيف ده اكتر من اسمي وبيتقال بان السيف ده هو اللي تقتل بيه ملك الشياطين بس انا حاسس بحاجة غريبة فبيتعدي واحدة من جنب ديفي وبتعط تبص عليه فبيقول له شخص هو فيه ايه فبيقول له ولا حاجة يلا نكمل بيتقال برضه ان السيف الحاكم كالديراس ما تضرش قبل كده واسمعت انه متصل لنا وبيتجوال لنا دي هي سيف روحي يعني السيف بيبع عنده عاي خاص فبيقول له باريس بان مش كده وبس بان باريس باشا بيضحي النهاردة مش هو ده سبب شرية إلينا الوحيدة السبب انه اجمع البنات اللي في القرى فبتلمعين ديفي لما بيسمع اسم البنات فبيروح بعدها يطقم وبيلبس الحتة اللي على الحب فبتبقى ايمي مذهولة به لان شكله الاول كان عامل زي الشحتين ياسطى نواحي الجاي يتفرج مش حوار فبقول له بان حياتهم مش بسيطة بطولة السيف هو ممكن بتجمع فيه كل البلدان فبيجي يتفاش خرب لبسهم فبيروح لحفل ايف وبيكون باريس ووللي متقمين هم التانين فبيعاكس ديفي ووللي لكن عينة الجولة بيفتع على باريس وبيغير فبتدوس ووللي على رجله وبتسيبه وبتمشي مع ديفي فبيروح للحفل اللي كل حاجة بتلمع فيه حتى الناس بتلمع فبيبقى المحقق ديفي قاعد بيحلل في الناس والمجاركين في البطولة فبيبقى باريس ملموم عليه بنات قاعد كده وانت وافه خلاص مش عارف يقول ولا كلمة على وعدها فبيقعد يطلب المساعدة من ديفي فبينفض له ديفي وبيروح يرقص مع ولي فبيقعد يتكلمه هم بيرقصه فبيجي شخص غريب اللي عنده اللي جابه هنا انت طرفي يا ولي فبتبقى ولي متضايق جدا فبيزعى ديفي وبيروح يتكلم مع ولي فبترد عليه بالرافض وبقول لي ديفي اعوذني على وقاحتي انا من مملكة بوليستس الامير الرابع فالتيان بوليس فبقول له انا ديفي لكن فالتيان بنساك لما بيسمع اسمه فبينفض لديفي وبيروح ينزل على رقبته وبيطلب من ولي رقصه فبتسيب ولي وبتمشي لكنه بيتضايق وبيروح يشد ولي من ايديها لكن ديفي اتصرف معاه فبيقعد ديفي يقلل منه وسط نبلاء التانين لكنه بيوم تاني وبتحدى ديفي المراضي في مبارزة ما تدخلش يا اميرة دي حاجة خاصة بقرامتك يا فارس لكن بتدخل بنت وبتقول انت عارف انت بتقول يا فالتيان خلينا اسألك يا فالتيان انت ليك اصلا الحق في استرجاع قرامتك فبقول ديفي بان حاكم السيف هاريس بطل قديم اسس مملكة فالتيان واللي بيت واحدة من اعظم ثلاث مملك في القرى هو الملك الاصلي للسيف كالديراس ومؤسس تكنية كليمور المفقودة اللي بيقدر يتكن التكنية دي بيقدر يسببه توسنامي بحركة صيفهم بس بسبب ده العجوز الكسول جامد هاريس فبتكون البيت دي هي اميرة السيف من مملكة فلان وحملة صيف كالديراس لكن الينا فيها شبه من هاريس فبتقوله انت قلت من شوية فبقول لا ما تخديش بالك فبتكمل تأذيه في فالتيان فبيحاول فالتيان يتراجع فبقول ديفي باني موافق على المبارزة مش هطهر رب مني فبتقوله الينا باني خلاص الحوار خلص فبيرد عليها باني قرر لي انا مش انت قلت يا فالتيان انك عايز مبارزة انا موافق عليها فبيحاول باريس يفهمه بانها هيبرزة ومبارز صيف فبقوله فالتيان بانها هيحرج نفسه قدام اخواته لو انت تزللتلي واعترفت بالهزيمة هتزللك واعترف بالهزيمة فبيقفوا قدام بعض فبيقول ديفي بانه مش عارف يعمل ايه لان الكل فاكر بان ده جسم امير ضعيف استايقز قبل سنة ونص وانا الصراح مش عايز اقاتل لانه اقتل عيال في الاخر فبيقوله فالتيان هو انت خايف انا بقلي ساعتين مستنيك علشان تعمل حرقتك الاولى من العر ان الاميل ما يستغلش الفرصة دي بس ممكن ده يكون بسبب انك عارف انك هتخسر فبتيجي لديفي فكرة فبيهجم على فالتيان وبيصحف سيفه وبيهجم عليه لكن سيفه بيقع لكن ديفي مقار برضه فبيديله بالقلم بس شكل ايه ديفي طرشة لان فالتيان بيقع من قوتها فبيقع باية النبلاء يهده في فالتيان وبيقوله بالنعار فبيتدائي وبيقع ديفي بالقتل فبيضحك ديفي وقوله مهاراتك رضيئة مش هتقدر تازم فن السيف بتاعي صحقا صحقا وضيئته غريبة ومش عارف حتى يستخدم السيف مستحيل اخسر لكن ايه اللي بيحصل فبيديله ديفي واحدة بتخليه ينزف فبيقوله ايه ده انا ضربتك تاني فبيقعوضوا انه بلاية مصخره عليه وبيعملوا عليه ممز اخرصوا يا حقراء طالما مش عارفين حاجة متتكلموش عليها فبيقوله ديفي ده شكلها راح تخالص منه بسبب ده اتعلمت تقنية السيف ده ويا تقنية السيف المخمور زي ما بيقول الاسم ده فن السيف ده غريب ده اختراع من اكبر مصطول بيحب الساكي زوره قزي دوك هون انت كنت فاكر بان تقنية هريسيا الاقوى شار فبيقوله دوك بان عمل تقنية شريرة جدا لو كان الشخص ده مش محتاج تيتيله استخدمها خليه هزق كده فبيرد عليه ديفي بان يخليه في حاله الاسلوب ده شرير لدرجة خلى عظم السيفين يحراموا عليها استخدامه ممكن بسبب انه قوي وحد لا بسبب انه بيهندل اي حد وبيخليه يقف التكنية دي جبرة ومفيدة فبيبقى ديفي الخنزين نازل طحن ومسح بقامة فلتيان في القاعة قدام النبلاء لكن فلتيان بيشد غضبه وبيفعل هالته على الصيف وبيقعد ديفي بالقتل وبيقعه معليه بكل غضب فبيبقى ديفي مش عارف ايعمل ايه لانه صدها يعمل ضجة وفيه كمان حد بيراب تحرقاتي وبيكون سيف فلتيان سنه وابرة بينه وبين ديفي لكن هياهات هياهات ديفي ديفي بيشكله وبيرميه زي برميلة طرشي اظن النفوس فبيقضوا انه بلاقيه عظمه فرون ويسيبه في فلتيان فبتكون ايلينا حاسة بان فيها غلط وبتتكل في الاخر فبيروح اخوات روني يتطمنوا عليه لكنه بيستريح لما بيتمشى ولما بيركبوا العربية بيبدأ روم محاضرة في خطورة اللي عمله فبيروح لفلتيان اللي تجنل على الاخر وينبت منه فبيبقى نازل سب فرون وبيطلع تقربه من ويني خطة من الملكة الاناس لاستغلال الحب فلتيان لويني علشان تخلص منها سديني ديفي الكلب لقتلك فبيتكلم شخصه وانت عايز تقتله انت بتتمنى قتله فبيقوله انا سألتك انت مين بالزبط فبيتقوله بانه هتساعده في انتقامه وهساعدك كمان بتمزيق جسمه وتكسر عظمه انا اسمي شاريو مش بتفكركم في حد اللي عارف مين هو ينزل يقول في التعليقات فبتسيطر عليه وبتقعد تلعب بدماغه علشان تسيطر عليه فبنروح لديفي فبتقوله ويني باني جاولة باريس الرابط فبينتقل المشهد للساحة اللي واخده الطرز الروماني وبيكون فلتيان مستنى اللحزة دي وبيبتسم ابتسامة خبيسة فبيبقى ديفي وقف مع الجمهور مستنى مباراة باريس اللي هي بعد الظهر انا مرضيتش ياجه الصبح علشان ما تفرجش على العبس ده بحجة انه مريض فبيروح يقعد جنب بولني فبتقعد تزنى عليه فبيقول ديفي بانه قدر يستدعي الدار يتمنى من هو صغير امتلكتك هو جبارة اه ده رهزم بها الملوك والمختلين لكني ما تقنتش التقنية فبيطلع باريس وبيحيي الجمهور فلما بيشوف ديفي خصم باريس بيطلع فلتيان فبيقولي الحكم باني مسموح بالعجمات بالسيوف لكن النجمات اللي بتعرض حياة الخصم ممنوعة وممكن كمان تتعاقب لو فعلت هلتك على السيف المبارزين يتحضروا للمبارزة ابدأوا النزال فبيبتدي التانين يهجوموا على بعض فبيقول ديفي بان حركات فلتيان اتغارت عن ابارح طبعا اقوى لكن اسلوب باريس اقوى بكتير من فلتيان ممكن كمان فلتيان ما يستحملش ضربة باريس فبيحصل تصادم بين السفين ونتيجة الصدام ده بيتطير شرارات بيتفاجئ الكل فبيضحك فلتيان وبيبادر بالهجوم فبيقضي المحاكك ديفي يحلل فلتيان وبقوله وازاي بالكوة دي هو لحي اتطور من ابارح بس ده مستحيل حتى العبقار بياخد وقت وجهت لكن فيه حاجة غلط فبيقول باريس هو فلتيان بتطور في النزال انا نزمن اتضرب بوجهت اكتر فبيروح لفلاش باكلي ديفي وباريس فبيقول له باريس بالنائبة يا فارس لما يكبر واحميك انتوين لي لكن بعد ست سنين شايف نتيجة تعبك لكن فيها غلط في فلتيان هو ازاي ادري يكون قوي في الفترة الصغيرة دي عامل لكنه شخص تاني والشعور ده شعور غريب وخطير فبيقضي باريس على فلتيان لكن فلتيان مبتسم هو بيحاول يقتني دفع الهالة المنة على السيف وبيقضي مع لي فلتيان وبيختار الجسم باريس فبيروح لباريس اللي عملت ضرب طول الليل فبيقضي الدردشه مع بعض فبيروح ديفي وبيعمله مساش بس بالمنة فبيقوله سيب ناخد نفسي هو ده تدليج ولا محاولة قتل فبيكون تدليج ديفي لتنشيط الجسم هي ادبان سهلة لكن هتعمل ضقة في العالم ده فلما بيخلص ديفي على باريس قصد بيخلص ديفي تدليج لباريس فبيقول ديفي بان التدليج ده يخليه اتطور بسرعة بعد كده يعمل ديفي على باريس داري يتمنى علشان تحميه فبيروح للحاضر فبيبقى درع ديفي منع السيف من قطع باريس فبيتكون قوية لدرجة ان السيف بيتضر فبيبقى الجمهور مش فهم حاجة وبيكونوا مندهشين من الدرع اللي حوالين باريس ده درع مانا ده موزهل مش الدرع ده بيتم استخدامه من الخبارات بس ما تنسوش لايكوكم الجامد واشتراكو من الفتاك لدعمنا فبيبقى باريس بيطلع في الروح وبيطلع دم من بقه فبيوقفوا الحكام المبرزة وبيزعى فيه واحد منهم وبيقول انت خرقت القوانين وحاولت قتل خصمك تصرفك ده ممكن يعمل حرب بين البلدين انا مش هقابلك لكن كمضيف للمنافسة احنا نقدم شاكوى الامبراطورية بوليتس فبيمسك فلتان واحد وبيفجر راسه فبيبقى مبسوط من منظر الدم وبيبقى الكيان اللي جواه بيسيطر عليه اكتر فبيهرب الكل لانه دخل في حلم الهيجان فبيبقى المشرفين مش عارفين يعملوا ايه وص الدوشة دي كلها فبيبقى ديفي مبسوط وبيروح يطمن على باريس وبيستخدم المنة بتاعته وبيخليه ينام وبينزل ارض المعركة علشان يواجه فلتان فبيبقى فيه سحرة بيحاولوا يوقفوه لكن مش بيتأثر باية حاجة فبيتلمت كمان 15 ساحر لكن ديفي علشان فجر بيتقدم فبيحاولوا يوقفوه اهرب هتموت انت بيت مختلف كده ليه بس انا جيت علشان اتعامل معك فلما بيشوف فلتان ديفي بيتجنن وبيزل اتل في كله حتى الارض ما سلمتش منه ولما بيقرب على ديفي بتدخل ويلي فبيبقى مش عارف يعمل ايه لانه لو اتفادها الضربة دي ويلي هتودع من اول 20 فصل من المنها فبيتشدوا الينا من افاه وبترميه وراء وبتوجم على فلتان بضربة الناصل قاطع الجبال بتعمل اثار قوية من قوتها فبيقول لها ديفي اه انت بتحاولي تسرعي فرسيتي مني لكن الينا بتنصدم لاني بعد ما بيختف الغبار بيبقى فلتان سليم لاهو كمان بيزداد قوة فبتنزل تلطيش فيه شماله يمين وبتحدفه حتى بتوديه لحياة البرزغ انت سريعة في حرقاتك وسريعة في سرقة فرأس الناس ايا اي نعم اقوى من الحراسي التانين لكن الينا كان لها رأي تاني شكلها متعقدة من مصاصي الدماء لانها بتأمرهم يلفوا بالسلاسل وشكلها مش نوية جبال بر لكن بتخرج شلع على الصمت وبتسكب جسم فلتان وبتطلع قلبه فبيبقى فيه ضباب احمر مال الساحة بيخلي الكل يغم عليهم بما ان ولي كويسة فجي وقت الشغل يا كسول فلما بيحاول يستخدم السحر الابيض على ولي بيكون السحر الابيض واعي وده بسبب مستوى دي في العالي الوعي ده بيبقى خنزير بيشتغل على مزاجه انا عندي ثلاث قوة كل قوة سيئة امها واحد من المنة مجنون لكنه ضعيف والتانية مزاجنجية لازم ان تشرب كوبية الشاي علشان ترضى تشتغل والاخيرة هي السحر الابيض وده اكتر واحدة فيهم كسل ضباب البوليسيرا انتشر والضباب ده تسمى كده علشان بينها بقوة الحياة انا حاليا قوتي في المستوى الرابع لكن المستوى ده مش كفاية فبيتحول لسحلية ده مريح بمنى مفيش حد هنا يشوف قوتي فبتبقى اليان لسه عاشة وبتتنفس بصعوبة ومتكئة على صفة ياه انت لسه عاشة ما قدتش متوقع انها لها حد لسه مفقدش الوعي بسبب السم ده الينا دي فلان وده بسبب انها ملكة السيف بس شكلها حلو احسن لك اتراجعي استنى انت هتكون كويس فبيقول دي فيه بان شكلها ملاحظتش حاجة بالنسبة لامير كان في غيبوبة ولسه صاحي من كام شهر فده غريب جدا فبالله الله اعلم انا منقصتك فما تكرهنيش فبتتقدم عليه وبطوله تراجع انت وانا هتصدى ليه فبيروح لفلاشباك وبتكون امي لنا مصص الدماغ انا مش هسامحكم ابدا يا مصص الدماغ هخلص عليكم كلكم لغاية اخر نفس ليا فبيقول لها يا ديفي انا مش عارف انت ما موسم مصص الدماغ كده ليه سبيلي الموضوع ده وتفرجي وانت ساكته عد وقت طويل من ساعة مقتلت مصص الدماغ اظن انها كانت مئات او الاف السنين محدش يعرفه مقتر مني انا هبعتك لحياتك التانية عشان ازعكتني فبيصد ديفي طربيته بداري ايده وبيقوله شكلك ما تعلمتش من خسارتك مبارح جي داري فبيضربه في كتفه وسبحانه بطلع قلبه تحت كتفه موضت اختراك وعاية الدم فبيمسح ديفي بالارض فبتبقى لينا مش فهم حاجة لانها كانت فاكرة ضعيف فبيكون ديفي دمر المواقع حرفيا هو ايه المكان ده مش الفرسان والصحراء حتى صيفي ما يدروش يوقفه السم لكن مجرد انسان عادي مش بيعرف يستشعر المنة ده مجرد امير لسه صحي من غيبابته من كم شهر بس فبيمدي لها ديفي ايده فلما بيلاقيه بتمدي ايديها قال لا انا مش بتاع عيال انا عايزة سيف بتاعك فبيقوله وانت عميت اديك شايف انه مخصور لا مش ده السيف اللي انا عايزه اصدي ده هستقل منك سيف الحاكم شاكلي يا جماعة ديفي تلقبط بينه بنشقة الحاكم في بطل حداد قاعد حياته كلها علشان يصنع اسلحة كتيرة علشان يصنع سيف لانقاذ العالم واسمه حداد الالف يوم سورتر لو حطيت اي مادة هتبقى في ايدو كينز لا يتقدر بتمن بصفتها الشخص اللي خاد بركة الارواح وباعتباره الشخص اللي قدر يعمل السيفة السحرية هو مشهور في القارة كلها وبالزات سيفه الاتناشر العظيمة اللي منتشرة في القارة بتعتبر السيف دي ككنز وطني وبين كل القطع اللي عاملها سورتر هو سمى سيف واحد بس والسيف ده هو كالدراس وفي لغة الارواح القديمة اسمي كالدراسة والواس الابيض وبتعتبر سيف صورت من اقوى السيف السحرية لكن السيف ده بالذات كمميز ما بينهم كلهم لانه صنع السيف ده منطقة حياته علشان صاحبه هريس والسيف ده طور نفسه من خلال تقنية اللي أنا سيف كامل من مجميعه فبيقعد السيف يشتم فيه ده انت صيف صدع صوته وزعك كمان بقولك ايه انا عايزك تتعاون معايا فبتقوله لينا بانه يرجع ولا فبيضغط على السيف وبيقوله بانك لو فضلت عنيد كده سيدتك هتموت فبيفعل السيف وبيرجع لطوله المعتاد فبيبقى السيف منداش لان السيدة لسه ما يقاضيتش لسه قوتها بس انت زي يديرت السادم قوتي يعني انت زنان ليه اديني بس قوتك وانا اكمل الباقي فبيضرب فالتيان برانين سيف الحاكم وضربة السيف الباري كلايمور وانت تفضل مستخب الامتة انا كنت متوقع زور مصاص الدماء لكن ما كنتش متوقع خدمة مستوى عالي واحنا تقابلنا قبل كده يا سيدة الخدم اللي مش فاكرة هي دي شارلي اللي كانت مع الناس في كل حتة فبتقوله لما تلاميذي تقتله حسبت ان في حدي بيساعد البشر من خفاء لكن ما توقعتش انك تكون انت انا عارف انك شخص مهم مش هينازيه انك تنزلي لان انا لما ببص فوق رأبتي بتوجعني كمان انا شايف اللي شايفه ديفي قلب على ميلدوس ما انتش يا عمر فبتتداق منه ما انا قلتلك ميلوه اللي انزلي انت عملت انصيبه حتى لو هزمتك لانيش مش هتتأذي بس العلاقات ما بين امبراطورية بوليتيس هتسوق لكن بوليتيس مش بالعظمة دي يعني لكن بما انك اتجرعت على زورك ليا ده معناه انك واسخة انك هتقتليني انت زاكية بس انا مليت منك فبتقوله انت بتتكلم معايا بوقاحة كده ليه يبه تستغل اللي يحصل لك لكن ديفي بيتفادى ضربتها بكل سهولة لكنها بتنزل عليه بوابل من الضربات لكن ديفي مين قده بيتفادى كل اجمتها انا مكنتش متوقع ده منك بس انت لسه بشري برضو هو انت مش بشرية برضو فبتدهي منه وبتنزل هجوم عليه فبروح لفلاشباك فبقول شخص مصص الدماء ده قوي جدا فبيرد عليه بان فيه مرشحين هم الاقوى بين فاصلتهم لكن الملك مجنون اكتر منهم قتلهم صعب جدا الا زواجة عدوهم الالف لو انت عايز تهزيهم قاعد استفزي فيهم كل ما كانوا متدين اكتر كل ما سهل عزيماتهم لان مصص الدماء متكبرين جدا وعندهم كبيرية عالي وكل ما كانوا اكتر نبل كل ما كان من السهل يغضبهم ده الكلام اللي يقولي حاكم السيف قبل ما يموت وبين ان امبراطورية فلان قامت بقريت شوية اهلا وعرف حقيقته فبيبقى هجوم المصص الدماء مستمر فبيحاول ديفي يرد في الهجوم لكنها بتصد بكل سهولة حاجز دمور فبيقول له السيف بان شكلها نبيلة وبين كوتها فهي ممكن تكون ملكة اظن التعامل معها مستحيل فبيقول له انت فاكر انه مستحيل فبيتفادى بالعافية ضربة جديدة يعموه في مكانك بقى اخد عقابك وبوت في سلامي يا امير ديفي لكن ديفي كان ليه رأي تاني لانه تجنب ضربتها وتسلق الصخرة وبيوجه ضربة شزايا جابل جراند فما كانش يلاقي من فعل سوى الصراخ والانتقال لحياة البرزخ فبيقضي السيف يسأله وامين وازاي بيره في السادم كوة وحوار كبير ساعتها فبيقول ديفي وهيسداني لو قلتنه بان تلميز سيدة هكون محظوظ لو ما حاولتش قتلي لأهانة سيدة فبتكون شرلي مختفية لكن جوهرها لسه موجود لكن الجوهر ده مش يختفي غير لما يموت كل البشر اللي هنا يعني الجوهر ده ممكن يتشال بعد كم شهر بسحر مستوى 6 واكتر والبشر اللي برا متراددين وخايفين انت اكيد سيد لانك قوي جدا فبقول له لا انا مستسيد انا ديفي بعدين لسه قدامي وقتا علشان اظهر هالة السيف انا مخدتش القوة دي من قرارات عادية ممكن يعملها اي حد لكن ده بسبب تدريبي وخبرتي ايه المنهة دي كلها انت وحش يض وفودة كله عندي سحر ابيض وسحر ظلام وسحر عادي عندك التلاتة انا ما اسمعتش عن الحاجة دي قبل كده ده انت كافر يا جدع كفاية صدعتني اطلب منك تسعيني بما اني مش عايفة تحكم في وضع الحالي فخلينا ننظف الفوضى دي فبيقضي الكافر يقول حاجات غريبة فبتطلع ديفني زعيمتهم اللي علمتهم السحر هي اللي قالت له بكلام ده فبينزل نور قوي وبيستخدم سحر ابيض من المستوى التاسع بيخافك الدراس لانه ممكن يموت بسبب السحر ده هو اللي بيحصل يا مجنون يا العين فبينزل نور شديد جدا بينور الساحة والمدينة كلها فبيطلع لديفي جناحين وبتكسر الجوهرة نتيجة الدربة الجبارة انا حاسس بقلم شديد حاسس ان دهر اتكسر كالدراس انت لسه عايش وشكلي كالدراس انتقل لحياة البرزخ بالغلط فبيقع ديفي على الارض وظهره بينزف فبيتجيله شاشة فيها كل احسايته فبيبقى مستجل بالجنون بل نص سافر مجنون علشان نبقى ضقيقين في الشتيمة يا مفترية انت اديتي للموضوع حاجة زيادة عن حجمه بعدها نمت وباللاقى ايمي بتجري عليه حاسة براحة عالية جدا المعلم نايم والتانين هيموتوا واتطمونوا عليه برا فبسح على وين اللي وهي بتعيط هو انا نايم بالي قد فبتقوله انت نايم بالك يومين حاسبت انك اتراف غيبوبة تاني انا حلمت بانك كنت بتحميني من الضباب الاحمر ما تقولي الحقيقة مش انت اللي تخلصت من الضباب الاحمر فبيقعد ديفي ساكت فبتكمل كلامك بانه لقيت علامة على ظهره عاملة زي العرب واحساسي بتمزيق ظهري ده كان بسبب العلامة دي ده ما حصلش قبل كده لما كنت في نعيم الابطال ده حجم علامة العرب كبير شويةين ثلاثة اللي علجك كان كام من ردبة عالية ولما اختفت ضباب لانك في النص وعلى ظهرك العلامة دي طب انا مش عارف اعمل ايه هل اخفي قوتي ولا لأ انا مش عارف الا ايه يحصل لو كشفت عنها ممكن تجيب لي مشاكل فبتعط تترش مع ساعتين على صحته فبيكون ديفي فعلا موازي بيبقى فرحان قوي وبيطور السحر الابيض من المستوى الرابع للمستوى التاسع وكمان مركز المنة تطور فبيبقى قادر على استخدام هالة السيف فبيقوله انت متعرفش الفوضى اللي حصلت بعد مغمى عليك وبالذات الخادمة بتاعتك والاميرة اليناك بتدور عليك وبتقول انها تودك للدكتور انا عارف انك تعبانة لانك سهرتي روح انت نامي لاني عايزة تأمل لوحدي وقبل ما تمشي بتطمنه على باريس وبتقوله بقى سليم زي البوم فبيفتح ديفي نافزة الحالة وبيكون ساحر بتلت دوائر وإلى آخر دي عاملة زي اللعبة هو ممكن يكون بسبب استخدام السحر المفقود بجسم النجمي بس الحوار شكله معقد فبقوله شخص بان من ناحية تانية انت فرحان لانك بيتقدر تبص على حالة الناس التانية هو الصوت ده جاي منين انت مين وازاي بتجرع على اخفاء نفسك واتقرب مني انا مش عارف مين الوقد الشجاع ده لكني لو مسكته هنيئا له فبقوله انا هنا تحت يحول انا تصدمت اللي ان الختم بتاعي تفتح من غير قص لكن لو كانت دي ارط الملك فهتقبلها عادي فبنروح لفلاشبك لما ديفي كان لسه في نعمل ابطال فبيسأل هريس هو بيرسم ايه مقابد على رأسها عيون حمراء ومرهقة اظن انها شيطانة ومن جمالها فاكيد هي من الطبع العالية فبيرد عليه بان الشخص الوحيد اللي بقوله على قرونها مقابد انا رسمتها كتير قوي لدرجة انها علايت في ذاكرتي انا رسمتها لما كنت بشرية انا اتبنتها وعلمتها ازاي تستخدم الصيف وزي ما قالوا الاساطير لانهاء الحرب العظيمة الشخص اللي اطعوه ختمه في صيفي شيطان سايد الهوية بيرسيك فم فلان هو انت عارفني زي ما توقعت انت بتفكر في ايه بالزبط فبقول لها انت صغيرة جدا كده فبيكتفها ديفي بالمنة بتاته طب اشرحين لي اللي حصل علشان انا مش فاهم فبتقول له احنا في علاقة تكافلية انت بتتكلم على ايه العلامة اللي على الظهرك ده ده بقى وعاها علشان يحبس روحي بالتفكير بان العلامة دي هتكون وعاها ختم ملك الشياطين برضو مش فاهم حاجة فبتقول تتمسكن على ديفي لكن مش بيجي معنا تيجة فبيفكها لله فبقول لها ملكة الشياطين اللي كانت مختمة في الصيف ده عايز ايه مني فالصري اللي هو وضحي لي انا على الله خالص السبب الرئيسي في حياة الحرب العظيمة وايه في جنبي دي احلام العصر دي ولا ايه وصيف كالدراسة هو الصيف اللي استخدمه هريس علشان يخلص الحرب ده المنتشر والشائع لكن الحقيقة هي ان روحي ملك الشياطين تم ختمها جوا الصيف ده ودي الكصة الحقيقية لان اسميت الكصة دي من هريس نفسه هي دي ملكة الشياطين شكلها مزاي ملوك الشياطين التانين فبيتقول له انت شكلك عارف عن ختمي بس انا مستغربة انك لسه محافظة على وعيك فبيعودوا يتكلموا في كلام ما لوش لازمة الملخص للهري ده كله هو انها انت قالت له لانه هو الوحيد اللي بيقدر استخدم الصيف بقواته الكاملة فبيحكي لها بانه عارف هريس وبيعود يتكلم عليك كتير واني نفزة الحالة دي قوة الملك والنفزة دي عاملة زي الالعاب اللي لعبتها في حياتك السابقة فبنروح لمملكة بيليستي بعد كذا يوم فبيكونوا محتفلين بتصديهم لهجوم وبيبقى فرحلين بديفل اللي خد العلامة والعلامة دي نادرة جدا ما ظهرتش من 300 او رو 100 سنة واللي بتظهره العلامة دي يبقى يسمو حامل وما ظهرش لحد دلوقتي غير 3 حوامل فممكن ديفل يتبع في اي وقت لمملكة السحر الابيض فبيجأز ديفل حاجته بصرع قبل ما يقوله وبيخلع فبتدائي الينا لما بترف ان هو واخوته هاربه فبيكون لبسه شرح اللي حصل لاستيقاظ السيف وازمته لمصصة الدماء وبتوعده لو شافته هاتسفلته وامور الفرسانة عشان يجهزه فبنروح لديفل هارب فبيوعد يتكلم عن مملكة فبتقوله بان الوحيد اللي استحق السيف لانه بيعرف يستخدم قوته انت المرشح المسالي لكلدراس انت ممكن تاخده منها بالقوة فبيرد عليها بانه ايه بقى عار لمسرق من الطف كمان كان الدراس مش مناسب لي لاني من نوع اللي بيستخدم اسلحة عظيمة لكن مش في ايدي حاليا انا قررت انها استلفهم فبقوله طيب انت حر لكن اعداك مش هيتحركوا باهمال تاني لانك بقيت عندك الاعلامة انا من رأي تخلص منهم فبيرد عليه بانه مش عارف يتخذ قرارك بيه زي ده لاني اللي الناس والوضق قريبين ومسيطرين على النبلاء هيبقى صعبا لو هنصدمهم واحد وراء التاني واحنا ما ندرش نعاقبهم من غير اي سبب لكن فكرت في حال فلما بيرجعوا بيروح باريس يبلغ ابوه بالتقرير وبيقول لي ديفي انا اسمعت انك خدت علامة دي حاجة ممنهجة ولا يا ملكة فبتبقى الاني ستنفجر من الغضب فبيقعد ديفي يعلي عليها لانه بيبقى مبسوط من تعبير وشاء فبينادي على فاربيتة بانه يبعد شاكوة التعافل اللي حصل انتو اكيد تعبيني من الرحلة دي فروح استريحه بس خليك يا ديفي علشان عايزك فلما بيقضوا مع بعض بقول له ديفي بنو صحي من غيبوبة بقاله نص سنة جلالتك انت نديتني باي انا مش هكذب بس هو من امتى كبير خدم بيريابني انت لحظت مفيش ابو مش بيلاحظ تغير في ابنه وانت لحظت ان ديفي تغير بعد ما صحي من غيبوبة على الرغم من انك ما تستحكش انك اب فبيعوضوا يتكلمه وبيفكروا ديفي ازاعد مجاله واعد يترجى انه ينكزهمه من السم لكن تجاهل ديفي انت سيبت ام تموت وكمان اتجاوزت من العدو فقبل ما بيتكلم بقول له انا ما عنديش استعداد اسمع قصة حياتك كل اللي كنت عايز اعرفه ازا كنت ندمان ولا لا فبيدي لدي في محاضرة على الملك اللي يزم ان تجلب كل الحاجات اللي بتأثر على المملكة فبيرد علي ديفي بان لو حيات الملك هو التخلص من عائلته فمش هيتنزع عن العرش المقعد المبهر داد دي لحد تاني فبيروح ديفي بقول لي ايمي انه هينام لكن حقيقة انه طالع ياسية فبيروح لنقابة الامر اللي سود فبيروح لشي اللي اختفت اللي هي مصصت الدماء اختفت من غير حتى اصر وتلاميزها اختفوا من كام يوم وفقا للتقرير هما فشلوا في اختيار الامير ديفي وباريس وولي فبيرد علي الزعيم بانه يخلي باله من كلامه علشان ما يموتش فبيتكمل كلامه بانك يا حيانا ما عرفتش يتخلص على العائل الملكيين دول دي فرصة علشان نوريهم قوة عدوهم من الفرقة ايه من نقابة الامر اللي سود انا رايح اجيب رويس الاشقية دول وكمان هجيب معهم راشل للخينة هقدم لك اداء افضل مختلف المملكة فبيقول لي الزعيم بالنعبيت فبيقول لي واحدة انسيبه يروح فبيتجاه له الزعيم وبيقعد يفكر بانه استخفى بشارلي لانها على الورقة من الفاء لكن في الحقيقة هي اعلى بكتير من كده الولية دي خطيرة جدا لكن حقيقة انها فشلت في مهمتها او اختفت في حاجة غلط انا مش فاهمها خالص انا لازم نهرب من هنا حالا فبيدوس على الزرار اللي تحت التربزة لكن محدش بيرد عليه فبيحس بالخطر فبيقوم علشان يهرب لكن بيلاقي الشخص اللي معه مات فبيقول له شخص بان لو كان مكانه ما كانش يتحرك وقوفك هيسبب لك مشاكل فبيمسيكوا من وراه انت انسان انا حسبتك مصص دماء فبيعلي صوته وبيقول له انتو بتعمله يا حمقى بتعمله ايه برا في دخيل هنا تعالوا واحموني لكن بيليهم بقى سندق رنجة مش مهم تصرق بصوت عالي محدش هينجدك مني الراجل ده قوي جدا مين اللي بعته لو فضل الحال كده انا هموت هي نقابة روك او كريشة اللي بعتوك بس مستحين لان ما عندهمشو قوة كفاية علشان يغزموا النقابة في يوم واحد مين ده طيب فبيقول له انت عايزت ايش لو كنت عايز ده اديني المعلومات فبيرد عليه بانه يديني اي حاجة وعايزها فبيقول له لو ما كنتش بس تعرف انا مش عايز كتير قايبة مليانة بأسام النبلاء ان شغلين تحت رجلك ويد ايه اللي بريتا والأسر اللي لها نفوزه وكل الجرام اللي عملوها ما تحاولش تتحك عليها انا عرف انه في معلومات كمان عندك بخصوص بريتا فقبل ما بيتكلم بقول له كامل شغل انا متأكد بنتعزيني كفاية ليك انا خبير في معرفتك كد يعني مش هتعرف تتحك عليها القرار ما يبين معلوماتك ايه هو قرارك فبيدوله الزعيم شواء المعلومات فبيخطط ديف علشان يوقعهم وبيخطط يضم فارس امه وبيعدي الفارس ده من اقوى تأسيات السايفين في المملكة الممركز بتريس فبيطلع بتريس الزعف في الخدم وبيسألهم من اللي دخل المكتبة فبيكون بعدها ديفي بيخطط انه يمشي ويسيب المملكة انا اروح لمنطقة صغيرة مونحت لها كفرد من العائلة الملكية واكسب منها فلوس واموال ومصاري وهعمل اكبر مدينة متطورة في العالم فبتسألوا الملك عن انتقامه فبيقول لها انتقامه يكون هواية ليا انا مش هضيع حياته علشان انتقم وكمان انا مش عايز العرش ده علشان الملك بش بعيش في الراحة فبيبقى في اكتماع في الاصر الملكي فبيتخنوا للنسبي اللي الامير ديفي عنده واش من مختارين فهو فخر للمملكة لكن ما تيجي ان اديله جائزة انا عارف ان تم اعطال امير منطقة لكنه بقى في صحة كويسة ما تيجي نودي منطقة تانية فبيبقى انه بقى لها مش فاهمين الملكة ملكة لانها مدحة ديفي شكلها سخنة النهاردة فبتقول هي لو عليها عايزة تخلص منه لان كل خطة فشلت وشل ضعت والدني خربت بسببها انا كنت اتهمه بالجلول واحبسه بس الواشم ده نجده مني لكن الاهم من ده ان النقابة اللي كانت دك بخب فها المعلومات اتهجمت انبارح ومش مكان واحد بس كل الفروق السابع اللي في المملكة تم ايبادتهم في ليلة واحدة فبنروح لفلاشباك وهو ازاين بيكلم عن قوة الاقتحام النقابة بانه وحش منقطع النظير مفيش حد في المملكة يقدر عليه فابتبقى الان يكون المعلومات واحد بمن شخص غلط هتحصل ثورة ضد الملك بس اكيد نفس الشخص اللي هزم شارلي فبيقول الملك بان ازاي امير بالخ ومش وليس العرش قاعد في الاصر ده ناده للامير فبيدخل ديفي وبقول بان كان متوقع انه يحصل من ساعة ملاحظوا انه وجدي عامل زي كنبيلة باعزين يخلصوا من عادتي في الاصر فبيقوله الملك بانه روح يطور المنطقة اللي منحت ليه علشان يثبت قدراته هو لو ما كانش امرني انا كنت اعمش اصلا من غير اي حاجة بين ان الاتنين دول عندهم خطط في خروجتي من الاصر فبيقوله ديفي انا همشي لما الاستعدادات تجاز فبيقوله ملكة الشياطين بان لو حالفظ لكده في ناس كتيره يتبوت فبيرد عليها بان لو المملكة تفضل كده فهلكم افضل لان التغير لو يحصل يبقى محتاج امير جديد انا مش هسيب الوضع القذر ده لباريس مستني بس فرصة علشان اخلاص منهم فبتده ويلي وباريس لما عرفوا انه ماشي ورايح مقاطعة هاينز فباللوم بانه كان كده كده عايز يمشي ما تقلوش من حاجة وانا كمان هدعوكم علشان تيجوا عندي بس لما ضبط الدنيا هناك لان عرضك هاحلة ايمي جميل كل المتسندات بتاعت مقاطعة هاينز قولي لهم بالنالة اللي بعدتك فبيتفاجئ لما بيلاي المتسندات قليلة جدا هي دي كل المتسندات انت متأكدة من ده زي ما توقعت هاينز مكان ريفي بس ده احسن لانها تكون مكان لتقدم في المستقبل وبتطلع كمان ارض ملعونة ايه حظ الكلاب ده فبنروح لتاني يوم فبيبقى ديفي بيجهز نفسه علشان يمشي فبيجي بتريسي علشان يكلمه فبيحييه فبقوله نسميت انك هتمشي فبنرد عليه ديفي بيلاي يوعد في الاصر هو ولي العهد انت كبيرت يا ديفي لو شافتك الملكة السابقة كانت هتفتخر بيك فبيقول ديفي بان المركز اعب يلم الدليل علشان يعرف مين اللي اتى لامي حتى انه ما فقدش الامل بعد موتها فبيقوله هيبقى تواصل معايا فبيقوله ديفي بانه يكون مشغول الراجل ده يضرب الضرب القضية لانه بلاء مصاصي الدماء هاخد يوم كامل جوا بوابة المنة علشان نوصل لمملكة هاينز لكن المقاطعة رايبة جدا من الاصر الملكي فمش هنحس بالملل فبيفضل يرخم طول الطريقة الملكة فبيقول الحارس بانه اعربه من المقاطعة فبيقول المكان ده صحراء فقيرة فبيقول لنا بان شارع المملكة صحراء قاحلة مفقاش مناجم ولا اي حاجة بس فيها وحوش هناك مزيتها الوحيدة هي انها بتوصل للعاصمة فده ممكن يكون محطة نقل في المستقبل لكنها غرض ملعونة وميتة المنطقة دي ما كانتش كده قبل خمس سنين محدش عايز سبب اللي حصل فبيطلع نفزت الحالة المنطقة دي ممكن تتطهر انا ما كنتش عارف ان بقية السحر الاسود ممكن تكون موجودة بان فيه حد هو العبس في البيئة فبيستخدم سحر من الدرجة التالتة لكنه بيفشل لان السحر لما بيقعد فترة بيبقى من الصعبة ازالته المفروض ان السحر الاسود اختفى فيه علامات استفام كتير فبيوقفوه حراس البوابة وبيطلبوه بالتعريف بالهوية فبتبقى الحياة هناك بداية والقلعة متشققها اظن ان اكون شاكب بان فيه حراس هناك ده مكان بيظهر في الوحوش بشكل غبي فبيطلعوا ديفي علشان راحوا ينادوا على الكابتن فبيجي الكابتن وبيعتزل لديفي بسبب انه وقفو فبيكون الكابتن مجروح وحالته حالة هي رسلتي وصلتك وامتا فبيقول له قبل يومين اقتلني انا السبب فبيكمل ديفي بان الوحوش هجمت في الوقت ده بقين انه هجل حوار اللعنة وهتعامل مع العفريتي الاول فبيقول لنا اسمي انطر باين انه قال قال مني فبيكمل انطر كلامه بانه تعلم من الدنيا انطر السويسي ده يا جدعان استمر على وضعك يا سويسي انت شغال شغل عظم الصراحة حراس اليقظة هتم ترأيتهم لحراس رسميين السيد انطر هو اللي يضربكو ببانه كان مدرب حرس فبيقول له طب وخلفتي فمش مهم طالما بتشوف شغلك فبيه سنة وكل ما اتطورت اديك الكاب جديدة انا عندي سلطة لده هو ده مبتدئ فلما بيروح ديفي مكتبه بيجي له التقرير باللي حصل فبيقول لعفريتي اختركت القلعة ما يعني القلعة كحيانا الا ان حراسطها تمام هم دخلوا ازاي وده اللي قدى لاصاباته تعب الباقي فبيرد عليه طب ايه هي الاضرار اللي حصلت طب اختطاف سكان وحرق بيوت ما تنساش تدعمونا باللاك والاشتراك كل لاك والاشتراك بيسوي حياة وكمان احنا عندنا اكل يكفي للشتا لكن السنان دي سنة كبيسة فبيقول ديفي بانه ممكن يستعمل هدايا العيلة الملكية فبيقول الملكة بان ده ياخد منك سنتين علشان الاصلاحات لاخره خلاص انا عينتك كسكرتيرا فبترفض بسبب انه مش هطرف تنام فبيطلع ديفي صورة من الدنالير وبيقول له استخدمهم اشتري بهم اكله وموارد الكمية دي هتكفينا اكيد فبيقول له ايمي بان الفلوس دي كتيرة فبيقول له ما تخفيش دي فلوس خاصة وكسبتها بطريقة شرعية سرقتي بس من نقابة الامر اللي سود فبيترد علي الملكة بانه مفيش حاجة قانونية في السرقة فبيقول له اخراسي واتخمدي فبيقول له برليل بانه هيروح هوات تاني اروح نشتري مؤن فاربعة ايام وبيكون برليل ده تبع بيسفس قال له عدد الحراس واجمعه الجنود كل ما كانت عملية النقاز اسرع كل ما كانت فرصة النجاحة اكبر فلما بيتجمع الجنود بيرحب بيوم ديفي وبقول لهم من اسم ديفي وتعينتي من شوية كحاكم على هاينز انا عرفت ان العفاليت خطفة سكان مبارح في شوية منكم عايزين حقهم والنص التاني عايزين يستخبو بس لو فضلنا كده العفيتة يركبونا المرة الجاية ولا مش يخلي حد يرفع علي اسلاح يفضل عايش فبقول له شخص بان مهاجمتهم بعدادنا فده انت حار فبيوجيه له كلام انت عايزهم يستعبدوك فبيرد عليه انا فهم قصدك كويس لكن احنا اخر خط يدفع في المنطقة دي لو فشلنا فيهجوموا على المنطقة دي تاني فبيقول لهم ما تخفوش انا هشترك معكم في المعرقة انا فهم بيفكروا في ايه هم فاكرين ان امير صغير مطور مغرور انا مش امير انا حاكم هاينز وسواء ده عجبكو ولا لا فانتم رعيتي وعائلتي فمش هسيب مقروه يسيب عائلتي لو انتو مش وصقين فيها سكوا في العلامة للملك الدهالي فبيقض يحمس فيهم فبيروح لغبت الوحوش فبيكون دي في حاشة الجنود وراه فبيقولوا انت بتعمل اي بيهم انت لو هتهاجم فده عملية انت حرية فبيقول لها انا اوقف العفريت مهما كان عددهم فبيكونوا العفريت قاعدين بيشوف خد من هدمين فبيبقى الجنود مدائين ومشحونين من اللي بيشوفوه فبيخطف فيهم وبيقول لهم انتو جايزين للانتهام اللي فقدتوهم فبيفتح ديه بالحرب بكوس منه لكن بيبقى لسه مترددين في الهجوم فبيقول لهم ما تخافوش انا مش اخلي حد يموت فبيبقى الجنود في حالة هلع فبيستخدم ديه في قوته وبيبدون بقوة منه فبيعززوا قوة الجسم والقوة ويشين خانة تانية لحضرتك فبيبقى الحراس مش فاهمين حاجة انا اديتهم القوة علشان يساعدوني في الاخر مش هلاقي تعاوزات زي ديه في اي مكان تاني هيكون حتى صعب على صاحبة مملكة السحر الابيض هيحتاجوا كان شديد فبقول لهم اسمحوا ليه بيتلقى غضبكم وتدمير العدو عندكم القوة دلوقتي يقتلوهم جميعا فبقول ديه في من الحراس كانوا مستنين اللحظة دي لكنهم ما كانوش يادروا يقتله والتعبير ده على وشهم فبيكون الجنود يتجننوا من شدة القوة ونزلين بطشة على العفريت المعركة تغلط في لحظة لصالح جانب واحد فبيكون في شخص تصاب فبيروح ديفي يعالجه بنفسه وانا مش قولتكم انه مش يخلي حد يموت قتله مع بعض اي شخص تصابنا يعالجه فبيتحمس الحراس وبيهجومه بحمس عالي وبيقضوا على العفريت وبيفوزه فبيقضوا يحيوا ديفي فبيبقى ديفي فرحان فبيقولهم لسه مدرعا التحية والفرح بالفوز لسه في رهيان موجودة روحوا حررهم بسرعة فبيبقوا تحولوا الخدام لديفي وبيخشوا على المعركة التانية فبيقولوا على ديفي بانه حاكم ولعازوا من لا فبيروح لحراس البوابة فبيتنمروا بان ديفي يرجع بامان لانه خرجوا بعشر رجالة بس فبيقولوا التاني استعد بس على استقبال الجسس لكن لما بيدوروا الشوم بيلقوا ديفي فبيبقوا مصدومين ومش مستوعبين بانه هزم العفريت بتلت فرسان وعشر حراس فبيقول بان اللي لسه فيها عفريت في القرى القريبة فاحنا هنحميهم كلهم هنختار بس النخبة وانسيب البقى للحراسة فبيقضي يهتفه للسيد ديفي يا ايش السيد والملك ديفي كل ما بيتحرك بيفسحه له الطريق فبيقول ده اول مرة من ساعة مصحيد بفكر في اعادة اتخاذ قراراتي انا نجحتي في اكتساب سكة الناس كحاكمه من جديد لكن بما ان الارض دي ملونة فهيبقى من الصعب استرجاع حيواتها بسرعة لكن هو ده ممكن بقوتي فبيقضي يقوله حاجات تستغفر الله في الاقتصاد فبيتلعب تلت طرق فبيبدأ الاول بحل اللعنة وبيقول بان الاداة اللي استخدمت الارقاء لعنة موجودة هنا لو كنت قدر اعمل تعويزة وساعة المجال ما كنتش اواجه المشكلة دي ياريتني كنت تسترجع قوتي مفيش حاجة قدر اخزم فيها طاقتي زي كالدراس بان انها احتغط له معروف من الاميرة الينا بان انها فقورة من مستوى صف هاريس لو كنت بس قدر اخذ الصف بس ملحوظة عندي حل بس يارب يرضى اشتغل وريني اذا كنت تقدر تصلح اللعنة عندك فرصة فبيتفاجئ الملكة من السحر الغريب لانها اول مرة تشوفه فبيقول ديفي بانه استخدم لغة سحر اللعنات لان اللعنات هي تعويزة برمجية معمولة عن اماط مختلفة فاضطر استخدم السحر الاسود والسحر ده بيفك المعدلات دي فبتطلع لديفي نافذة الحالة وهي مليانة باركام وحروف غريبة فبيقولها دي مش لعنة دي عاملة زي قوضة الالكترينية فبنروح للمقاطعة فبيطلع البحث طلع لديفي سبع مواقع للوسيط المستخبه الحوار ده محتاج سيانة وممكن اعمل المكان ده كشالي سياحي فبيدخل ديفي في المكان غريب فبيطلع له حارس وبيبع على جبهته كريستالة مشبعة بسحر اسود فبيقول لانا شمامهم فبيبتدي ديفي ياخد الجواهر انا شامم ريحة الفلوس فبنروح للقلعة فبيقدر يرجعوا للماضي بانه ملاء طغه وافسده في مملكة رون وكل العمالاته الملكة هو خفض نسبة الضرائب والاعمال اللي في المنطقة لكن فجأة بقى فيه شاب حاكم ليهم اتفق السكان بانه خسر النزاع السياسي وتم نافيه للمكان ده وفي حالته دي هيطلع غضبه على السكان احنا كنا الالين منه بس مكانش عندنا خيار لانها جامعة العفريق كانت مستمرة وفي الاخر دخلوا الحسن وخربوها في اللحظة دي وصل مع ابتساب عريضة هو عمالي قصر حاجات علشان ياخد احجار روحية لانهم اغلب كتير جدا من احجار المنة وبيلاقي وسط البحث ده كله مكان اللعنة لكن بيبقى طبعا فيه لانه نقاطه جديدة وبيقرر يستخدم عليه سحر ابيض من المستوى التاسع لكن برمجة اللعنة معقدة عن اي برمجة شافعة قبل كده فبيقعد ديفي وملكة الشياطين بيتسالوا انه نظام معقد زي ده ما تقوب عليه زي كده ده موجود في منظمة نائية يعني فقيرة يعني فبيدوس ديفي بالغاية على حاجة وسبحانه بيبقى لغى تأثير اللعنة وبنروح للمقاطعة والمطر بينطر عليهم فبيبقى مش مسدقين نفسهم لانه ما نطرش عليهم من اكثر من 10.000 سنة لكن بيبقى الفصيل الاستقراطي عندهم حالة هلعة لان المركز بيتريس اضع على معظمهم بالورق اللي ديفي ادهوله اللي ما شافش القسم اللي فات يروح يشوفه علشان يفهم فبيقوله واحد بان فيها عداء كتير قوي زارت في المملكة هتصرف ازاي اوه انا سمعت اللي الوادي اللي اسمه ديفي عنده علامة المختارين ما انه لسه عيل مش بيعرف يستخدم السحر الابيض وفيه ناس بتقول انها مش مستقرة وهي مملكة السحر الابيض هيقابلوه فبيرد عليه بانه بيقلق كتير لان المملكة مش هتقابله لانهم وفقين في صفنا لكن الملكة مهتمة بيقوي لكن من جهة تانية اللي كان بيستجوبنا هو المركز والملكة فبيقوله زعيمهم اللي علمهم السحر بانهم مش هتقابلوه يخلصه من فصيل النبلاء في يوم واحد احنا لازم نتغدى بيهم قبل ما يتعاشوا بينا وبيبقى ده زعيم النبلاء الدوك فرياتا هو الامر الناهي على النبلاء هو والملكة فبيقوله انت مستهترين بالامير اوي من خبرتي كل عدوه مهما كان بسيط لازم ان تاخد حذرك منه لان اول ما يمسك سلطة سياسية مش هيحلنا فقوله السواء بانه يوديه القصر الملكي فبيبقى معديه في الحجر بيقدر يعرف منه كل المعلومات اللي في المقاطعة وده لان الحجر ده مرتوط بالحجار الروحية المتبعصرة في المنطقة وبيقدر من خلاله يتحكم في البيع والطقس فبيروح بعد اسبوع بتكون مقاطعة هينزل القاحلة تحويط الارض زراعية وبييجمع ده في السكان وبيقولهم بان الارض بيتصلحة للزراعة فعايزين نحلة الارض دي في اربعة ايام بس اللي مش هيقدر على ده هيقدر يستقيل من اولا فبيكون الشعب المتحمس فبيكمل كلامه بانه ممكن ياخد استراحة علشان يراضي المتزمرين وكل اللي هيشارك هياخد فلوس فبقوله رئيس وحدة الناميين بانه عارف ان الارض تحسنت وكل حاجة بيتكويسة لكن مستحيل نحرط كل الاراضي دي في اربعة ايام فبيقعد السكان يرهنوا عليه بغلق نوزهم اخر ما بيزع ديفي من المحاولة معاه وبيقوله انا برضو اساعدكم فبيستخدم سحر الكوة والدفع الحيوية وبيقعد ديفي يعلف الكوة لاربع اضعاف وبقول في نفسه بان لو كان معاكل دراس كان هيعمل تعويزة معززة اكبر وبقول لهم بانه يزرع عشاب الامر وهي عشاب ندرة جدا انا هزرع عشاب الامر في المنطقة قولها وبتقول الازهار دي ندرة لانها بتحتاج مناخ معين وكمان بتبقى ندرة لانها بيتم استخدامها في ابحاث الابراج السحرية للجرعات والعشاب ده بيتم استرادها باركم خالية وبكميات صغيرة جدا واسمها هو الدهب الازرق كل اللي عليها هو انه ظبط الجو اللي تبقى بس هو التدوير على الالف اللي في الغابة فبنروح لاريسة الالف في غابة هانزي يوريا فبتكون يوريا مستضيفة ضيف مهم وبيحكي لها بانه حلم بان الارواح حطت لعنة على الغابة كلها فبيقضي اخناعة بان الدنيا بقت خربانة هنا والمياه جفت ما تيجي نرجع لشغلة السحر الأبيض وانها لو فضلت هنا وتصابت بالعمى تموت لكن يوريا بيتقوله بانها عادة مستنيها اللي يجي ينقذ الغابة من اللعنة فبيقولها بس الشغل المراضي حلو فبيقوله بانها المراضي عاملة بأجناحة الصراصير فبيروح لديفة وراح الغابة وساحن معها دايما ملكة الشياطين وبيتقوله بان الالف مختفيين بلهم 300 سنة ما حد شافهم خالص فبيدخل ديفة الغابة علشان يجيبه زول العشاب علشان يزراعه عنده وبيفتكر الزقرات لما كانت الالف اللي من نعيم الأبطال بتغطسه في صوص البراقين فبيقولها ديفة بانه تعلم من معلمته ازاي يستدعي الأرواح لكن اللي صعب جدا تستدعيه هو ملك الأرواح فبيستدع ديفة أرواح الطبيعة ويجمع كم عجبة وبيمشي لكن بتبع يوريا وضيفها ومتابعينه وبيبقوا مش مسدقين لانه دخل عادي الغابة من غير أي عواقب لكن الأرض دي مخصصة بس للألف عشان يدخلوها فبيتقول له بانه خلاص لقيت اللي هينكز الغابة ولما بيرجع ديفة بيلاقي الشغل اللي ياخد أربعة ايام خد منه من نص يوم فبيخليهم ديفة يزرعه ويزبره من أربع لخمس شهور فبيروح بعد أربع شهور لفصيل الاستقراطي بيبقى طالع إشعاد بانه في مكان في مكان ريفي اسمه هاينز بيزع زهرة الكبر بيتقال برضو أن اللورد بنفسه هو اللي بدأ التغرب دي فبيدخل واحد وبيشارك في الحوار وبقول لهم مش هاينز كانت جافة من خمس سنين فبيرد عليه وقت بانه اللي الأخبار دي بتسافر ببط دي بتنطر هناك من كم شهر يا عم دي هتاخد عشر سنين عشان الأرض ترجع تزرع أنا سمعت أن اللورد الأول ديفي هو حاكم المنطقة دي أظن أن عهله فوت على الآخر فبيجي الوقت يتكلم لكن بيسكته الراجل عجوز وبيبقى الراجل اسمه سيج هيرسون من البرج الأحمر بقين أن في حاجة مسائلة لإهتمام بتحصل في الشرق هتفيدك يولي ريس عايزك تجهز نفسك فبيروح لأرض هاينز وبيكون ديفي مبسوط لأن سائل العشاب زادت فبيتقول له أمي بأن في عشرين ألف ورقة موجودين في المغزن وهنزرع من عشر تلاف وبسبب فرحة ديفي أن الورقة الواحدة بتسوي 25 عملة دهبية وهو هيبقى عشر تلاف يعني فلوس ومصاري وبيكون عايز يوفر فلوس وبيدي كل عيلة خمس عملات دهبية كل شهر نفسي شوف رد في علوم اللي كانوا بيقولوا علي أن غابي وبقف فبيبقى ديفي إشاعات وكمية متوسطة علشان يعطش السوق والإشاعات اللي نشرها هي أن ملك مشروع عاش بالقمر تعبان فبيقول ديفي بأن اللفظ اللي بقى كده منه كتر الطلب عليها يقل وده يخلي تمنه يقل فبيبقى في زعيق وصراخ من النبلاء والتجار عايزين يقابلوك برا فبيرد عليها ديفي قلولهم بأنه مش قادر أتحرك لأنه بيشفق عليهم فبيروح يقابل الخدم فبيتطمن على الخدم والحراسة فبيتقول له مون بأن العدد اللي موجود غير كافي لأن الناس اللي باره كتير جدا فبيقول له ديفي خلاص تخلصوا من أي حد أنتوا شكين فيه لأن ده يفضل من التحصر لما طوع في مشاكل فبيكرر ديفي يبطل تقل وبيطلع إزازة وبيديها المون وقول له عايز يتكلم معاك فلما بيخرج بيلاقي الناس مخيمين قدام الباب فبيسيبهم وبيروح ينام لكن بيجي حد وبيبعز يقابله وقول له أنا هلاس خبير من الدرجة الرابعة من البرج اللي أخضر فبيكون عايز يقابل ديفي فبيحاول يطلع من مون أي معلومات لكن مون ماشي مبدأ لا أسمع لا أتكلم لا أرى فبيطلع له صورة من الدنانير فأول ما بيشوف مون الفلوس بيقلب كلبه بلدي وبيقضي فخم فيه آه زي مطاقات يا رئيس فبيروح لفلاشبك لديفي هو بيقول لي مون بني الناس هتعمل أي حاجة عشان تعبيني ممكن يشوك أو يبتزوك ما تنساش بس تكتب لي أسميهم علشان عايزها ولو ادوك رشوة خدها على طول وعايزك توريهم الأزازة دي فبيكون هلاس مصدوم اللي شايفه وقول ده أكيد من الفئة الأولى أنا ما شفتش حاجة زي كده قبل كده مفيش حتى وجه مقارنة بينه وبين منتج الكرة الشرقية هلازم نخض بأي تمن فبيقول له مون بني دي حاجة كانت متوقع من زعيمهم لانه تعب على المحصول شخصيا فبيكون هلاس بيسأل هو ازاي عائل لسه عنده 17 سنة زكي جدا فبيكمل مون كلامه بانه زعيمه هيباقي الأزاز دي في مزاد ده كل اللي أنا عرفه مش عارف بيخطط ليه تاني فبيخلص راجل كلامه وبيجري يقول للبرج اللي أخضر على المعلومات اللي خدها فبيروح لتاني يوم فبيقول لديفي وانت عرفت ازاي فبيرد عليه بانه باع منتج مغري للزبائل اللي أغنية وبيقدم له مون الرشوة اللي خدها من البرج اللي أخضر فبيقول له ديفي خدوها انتوا انتوا اللي تعبتوا وازعوها على بعض خدوها كمكافئة شغل فبيكون يوليوس في الوقت ده بيتكلم مع العجوز سيج وبيكون يوليوس يتعاين كرئيس للبرج اللي أحمر وبيبعز يفتح فرق للنقابة فبيسأله سيج هو ريس عايز ليه يدخل المزاد فبيجاوبه بالنسارة مش متحدد فممكن ينزل التمن من الكرة الشرقية يعني هيلعب بالتمن زي ما هو عايز علشان الناس ما تشتريش من الكرة الشرقية باني ان الأمير الأول دماغه شغالة فبيسأله ليه فبيقول له يا زاكي عدد سكان هاينز كم ألف ومش هتعرف تشتري المنتج غير من هناك وهو بيحاول تحسين نموه هاينز وبيجمع فلوس في نفس الوقت وده يخلي منه بلاء وكمائن يجوا المقاطعة قطريك تجاري لكن فيه حاجة مهمة جدا الأمير لازم أن يتصرف فيها لكن مفيش حاجة يخسرها فأكيد العشاب دي بداية خطته دلوقتي أنا فهمت أنا ليه عايز أقابله وأتكلم معاه لو قال لك على ما هاد قول لي لأنه عايز أقابله طب يا حكيم أنا عندي سؤال تاني هو ممكن شاب عادي مش حاسس منه بأي منه يقضي على مصص دماء من الفئة العالية ده استخدم كالدراس ومعملش حتى مع عقد فبقول له ممكن لكن لو كان تلمس حاكم الناصل أو حاكم الناصل ذات نفسه كل حاجة ابتدي اتبان الغرابة دي فبنروح لديفي وبيبقى عنده زحمة لدرجة الناس بقيت بتتخنق مع بعضيها عشان تشتري منه فبتيجري إيمي وبتقول له بإن فيه اتنين بيتخنقوا فبيرد عليها اعملي مزاد اللي يشتري بسارة اكبر ياخدها فبيبقى ديفي مبسوط من الاخبار دي فبيقول له الخادم بإن فيه ارسالة مهمة جات لك من الاصر الملكي فبيبتدي المزاد بتسعين عملة ذهبية ففيه اللي بيرفع خمسة وتسعين واللي يبقى اللي عليه مية وتلاتين وفي الاخر بتبع من مية وخمسين فبيبقى الاركام اللي جمع ديفي اكبر من اللي كان متوقعه فبيقول لهم ديفي كملوا زرع في العشاب لكن يزرعوا جنبها منتجات تانية لان الانتاج الكبير مضر لازم ان نعمل توازن وبقول له ديمون جيب صناعية يدوبوا المقاطع وبيعرفنا على محتوى الرسالة اللي جات له بان المملكة بتهنيب انجازاته اللي ما قدريتش المملكة ترون والقرر شرائية تعمله وجات لي زرع وصيرها للمملكة لكنهم مزابت جرع على دعوتي بعد ما خرجوني منها بان انهم تعبوا من مقاطلة باتريس يلا نكمل بات خطتي للمملكة فبنروح لديفي ايام ما كان في نعيم الابطال فبقول له بطل بانه ساب طفل لايه لما ترجع لما تلاقيه تقدر تخليه يخدمك او تبيعه هتلاقيه اول ما توصل خده ليك فبيكون ديفي عايز يمشي من غير اي مرافق وبيوصي كبير خدم بايمي هي بنت مميزة وعقليتها كويسة لانها بنت بارون كنت حسس ان معلم حافتي لانه عاش لالاف السنين فبالنسبة له ايمي طفلة فبيمشي ديفي فبيتقول له ملكة الشياطين بانه مكانه لازم ان يمشي من الطريق التاني فبيقول له بانه عنده حاجة عايز يعملها لأول مكان من الاماكن العظيمة بالمملكة مقاطعة فالشاد مكان ولادة الحداد سورت بنت إريس هناك ده هو ورثه قال لي انه عمل ناصل بنفس معادات اللي صنع بها كالدراس فلما بيعدي ديفي بيكون الناس اللي وقفة وشها عابس وبروح يقف في الدور ولما بييجي دوره بيسلم للحارس بطاطو فبيقول ديفي بان البطاطة مكتوب فيها بانه حارس حره من رد بقف لانه هيعمل ضجة لو حد يعرف هويته الحقيقية فبيوقفه الحراس وبقول له من هويتك فانت جاي هنا علشان تكتشف الابرينس روح لامك فبيقف جنب راجو العجوز فبيعرفوا الدنيا بتمشي ازاي بص كده هناك ايا الدنيا بتمشي كده هنا فبيدوله العجوز عملة وبقول له ادهولهم وادخل هو قليل بس اللي هيخليك تدخل انت بتفكرني بحفيدي فبيدوله ديفي الفلوس فبيقول له الحارس هو انا مش قلتلك يمشي من وشي فبيرد عليه بديفي ادهي الفلوس اللي بتاخدها من المواطنين كمان ممنوع انك تاخد رسوم فبيرده اتحقه عليه وبيقول له اتكل من هنا علشان ما تراوحش جسة فبيقول له ديفي بني دي فرصتك الوحيدة وقال له اطبق القانون الدولي رجع الفلوس اعترف في زنبك فبيرفع الحارس الصيف على رجع الديفي احنا القانون هنا احنا الامر الناهي هنا فبيحاول العجوز يهديه لانه مجرد عيل لكن الفارس بيتجنن وبيهجم على العجوز وقبل ما الصيف يوصل للعجوز بيطير ديفي صيف الفارس بقول له انت بتلوح بالصيفك على رجع العجوز وقتل الناس ونهب الفلوس وعاكب كل ده هو الاعدام الفوري وده برضو عاكب اي حد يشاركك خلينا ما نصعبش الموضوع روح على طول زعيمكم فبيحروسوا وبتلفوا حواليه اللي انتو بتعملوه ده هيخلي ثلاث اجيال من عائلتكم يتعدموا فبينزل ديفي فيهم قتل وتقطيع يا ابني وانا مش قلتلك روح نادي رئيسكم فبيجي الكونت المسؤول عن كل ده فبيرميلو ديفي كلاديت مرسيل وبقول له ما تتعجبش بان مش حواليها فرصان يحموني فبيحيي الكونت وبقول له بان ده مش عادل لان ما فيش اي ملك بيجي اي مكان قبل انظار انت جيت من غير اي مذكرة ده اسمه سوق استخدام سلطة الدك فريد ته مش اسمه حملوضة ده فبيقول ديفي بان شكل المفاتشين لفعاية المناطق متشاركين في كده خافوا من القتل فبيكمل الكونت كلامه بانه يستضيفه في القصر عنده فبيقول له ديفي وانت اسمية الشاعات اللي طالع عليها بانه متعطش لسفك الدماء وقبل ما يكمل الكونت كلامه كيتراثه طارت فبيقول له العجوز بانه عدى عشرة ايام قبل موت البرون للشياد ده ساعت ملاجين من منطقة هانز بدأ ييجو هنا ساعتها بدأ الاستغلال واللي وقف في طريقهم مات انا فقدت ابن ساعته فبيوضوا يتكلمه لغاية ما بيوصلوا للمكان اللي معلمه قال له عليه وبيوضع ديفي العجوز وبيمشي فبيوضع ديفي يمص على الاثار فبيوضعوا الرموز غريبة فبيوضعوا يحلل ممنى لغاية ما بيلاقي المدخل هو قال لي بانه ساب كنز لللي يارى في فوق الرموز شكله كان قرصان واعتزل وبيدخل زنزانة تحت الارض لو انا ما كنتش قابلت سورت كان المكان ده يفضل مقفول فبيلاقي ورشة سورت اللي كان شغال فيها لانه كان مهووز بالحدادة وكرس حياته كلها ليها هو جيه هنا بعد موت هاريس وقدم ايت حياته شغال على مشروع واحد مع انه مات لكنه تحس ان هدواته لست في الروح لكن اول ما بيتقدم بيحس بدغط رهيب من كنز سورت حداد الالف يوم هو لقب لشخص قعد الف يوم وراء بعض من غير ما يوقف وسلالة الاقزام سموه حداد الشيطان وده اخر شغل ليه طلب منه يكمله فبيفتح ديه في الصندوق وبيطلع الكنز اللي بتسابله وهو رصلين التوأم والناصل الازرق قاتل الموتى والناصل الاحمر وان السفلدو المختلفين تماما عن سيف كالدراس لان كالدراس تصنعنا عشان يلائم صاحبه ولكن السفلدو المصنوعين اللي قات صاحبهم بنفسهم ولكن بيبقوا الاسف مش كاملين اللي بياخدهم ويويدهم للاغزام وبيرجع بعد اهل الملكة بقامل من الامبراطور اللي بيقابل في صفي طريقه وبيعرفوا بانه حانيا لسه بيدور وراء النبلاء وانه ادري واقع شوية منهم وتم عدمهم ساعته اللي بيكون كالوس وقف وراءهم تابع الحوار وبيكون مستاذق باللي عمله ديفي في وقت عياته فبيحصل بقى بينهم كتر خفيف وبيخلص في ساعة بازيمة كلوس وتلمع وشباح زي ديفي اللي بيخلي التريف مزاجعلي جدا من الفرحة اللي بيطلع بانه عمل لعن عليه ومش بيتشال حتى بالسح اللي بيبقى ملكة الشياطين مش فاهم انه اللي انا اللي حطا عليه فبيعرف بانها تستنى برا واتعرف بعدين وفي قاعة المطونات بيبقى كل النبلاء مبغرين بالجازة ديف الضخمة واسنى حوارات زعيمهم بيكون ديفي بيفكر في استمرت اللي جاي وبيفكر في سلسلة المطاعم فبيكتع ملك شريط أفكرة بتسكته للنبلاء وبقوله بانه لاولا زمن يكافئ ديفي على مجهوده اللي بيبقى خلف من بيت النبلاء وانشاكك انه منه وينه يرفضه خلاص طلبه فبيطلب من الملك تأجيل طلابه اللي بيتلشه أصلا وبيرجع الكلام المصاتب وفي الوقت ده بيدخل قاعة المؤتمرات الدوك فارتة اللي بيبقى دخل طيلة عن النبلاء وبيلقص في الاخر القرار لديفي فبيدي فرصة للتاني انه تلع جاب من مملكة الارض اللي بيبقى طلب النقل ديفي ليهم علشان ياخدوا لقب العزيز فبيلقى الطلب ده عبر عن غضب وجاتل واسع من النبلاء وفيه معارضه وفيه مؤيد فبيفصل ما بينهم قرر ديفي اللي بيبقى ما عندهش منع انه روح ولكن بيبقى ده مش طموحاته فبيعرفوا الضغب انه ما ينفعش يرفض أصلا وإلا فان مملكة الارض هتعمل معهم مشاكل وبياخدوا قرر من نفسه بان ديفي ووافق وبقول انه بلقى بان كده برحيل ديفي هيوزه سيد جديد لمنقطعته اللي بيخلي انه بلقى تلمع اللي بينسوا غضبهم ويوافقوا على كلام الدق اللي بيضيف على كلامه بان مش اي حد يمتلكها وبيرشح لهم كارلوس فبيقول ديفي في نفسه بانه كده عرف انه يبقى في معامرة لسحب الارباح لهم بس بيكون عامل حسابه وبيكون كارلوس ان في الوقت ده لتقديم الاحترام واستلام الارض الجديدة اللي بيقعد بعد ايال لتفاصوات حيوانات وبيخلي من زياد دق فريد توحش وساعته بيقوم ملك مملكة روان بتعرض برقاعة وانه كمان يحبسه لغاية ما هو يقرر انه يسيبه ولا يطلعه وفي لحظة واما بيسحابه زي الخروب بطاعة منه الطائعة ويتخلص العيته اتبان وبيطلع كله تدبيل وتخطيط من ديفي اللي كان سبب في اللعنة في صابه ويسيبه قاعه ويتكل فبيتصل بعدها برأس الكائنا ويفهمه بان ده عمله مشكلة في المملكة اللي بيخليها تزوله على المنقف اللي حط فيه وبيطلع ديفي اتفق مع زياد الكنيسة انه يدلو كمية من عجبة الامر وانه كمان يزرع لهم العشمة مقابل انه يلغي استدعاؤه اللي بتتصل عليه بعدها يمي وبتاعتصح له كالعادة وبيقعد يسمع تقرير فيزبوس على الانجازات اللي عملها وبيقرر بعد ان يروح لبلد الاجزم وبيتكون كالعادتهم مشهورة بسكان الحرفيين وبسبب عدم تعاملهم مع الاجناس التانية فان الناس اللي فروت بيتملك اوامير هم اللي يدور يتكلموا معهم وفي الوقت ده بيكونوا ملطعين قدام الباب وبيبقى الحارس رفض انه يدخلهم ولكن اول ما بيوري ديفي جالد العصري اللي جابه معاه بيغير ساعة الكلام ولكن بيحظروا بان الدنيا جواه مش نص مشاكل اخروا انه يتاجر وبتطلع المملكة بتاعتهم مبنية جواه كافة فبيودي الحارس على طول لمكتب الشيخ الثامن اللي بدور ديفي بيحبه وبيقدمه نفسه فبيبقى الشيخ الثامن مستغرب بان في بشر عرف تحية الاقزام اللي بيهتم بيهم وبيعوض معه وبيساله بعدها عن سبب ما جيته ليهم وانه اكيد يعرف التغرب تبقى من بر القرية مش من جواه فابل ما بيتكلم ديفي في الحار اللي عايزه فيه بيارد على الهدايا اللي جابه معاه ولكن اللي سبب ما فانه شيخ بيرفو طلبات ديفي وانه دي حاجة مش اي حد يعرفه وانه ممكن يعود له كميوم يستريح بيهم فبيحاول ديفي بالكشف عنه وبيعرف بانه ما كانش عايز يقابله وانه اكبر على ده وبيعرفه انه ظب انه تعبان في المشاركة تصنع سيف الاقزام ومن البداية اللي بيفتكر ديفي بالنصور تقاله بانه ده السيف اللي شارك هو والاقزام في صناعته وانه السيف ده كان اول تعاون بين الاقزام والبشر وبيقول له مملكة الشياطين بانه جاية هنا علشان يستغير فرن الاقزام لسيفه اللي بيروح بعدها الحانة وبيتسبب وهو الشيخ الثامن على مين اللي يشرب اكتر من التاني وبيبقى تخطي الديف لكسب احترامهم ليه وفي الاخر بيقسر الشيخ الثامن اللي بيعرف بالعزيمة وبيقول لديفي وعايزه اللي بيسأله ديفي عن سبب المشاكل اللي في القبيلة وبينبيره حتى السيف فبييرد علي بانه فعلا السبب واني مش من العادة المشاكل دي تحصل واني المرض دي حصل بسبب انه سيفة قصر واني السيف ده ببقى بيتنقل بابين قبائل اقزام كرمسة اسكاري وكل دلوقتي انظرهم عليهم بسبب انه سيفة قصر ساعت مجالهم واني دي دلوقتي شغلة الشيخ الثامن واخوه انه بيسلوها للصيف اللي بيقتل علي ديفي انه يساعدهم اللي اول ما بيروح هناك بيبقى مزال من تقنياتهم ولكن بيبقى الحددين مش طيقينه وبيلوموا الشيخ الثامن عنه جب باشر اللي ورشتهم اللي بيخش مع الشيخ الاول اخو الشيخ الثامن ويقولوا بانه يشرح اللي بيحصل ده اللي بيرود على انه بيقضوا في جوله علشان يتعرف على ثقافتهم فبيقولوا مساعدة الشيخ الاول انه بيكمله ولكن في حاجة حصلت وفي الوقت ده بيرجع ترين حددين اللي تكمل شغلهم على السيف اللي بيقولوا انه فيش اي امل لاصلاحه واسناء هم مشاغلين بيدخل عليهم واحد من قابلة تانية اللي بدوروا بيشتهموا على تدمير السيف وبيقولوا بانه لسه في وقت الاصلاحه وتسلموا من السيف لقابلته من الصخرة السودة وبيبقى الكلام ده مش عاجب الشيخ الاول وفي الوقت ده بيكونوا بياخدوا السيف فبيدخل ده بيخدوا في الحرق اللي بيحاول يحمسه وبياخد المطرقة ويروح يضربه على الفرن اللي بيخلي باية الحددين يديه من التصرف ده اللي بيسيبهم ويهرق وبيقولوا بانه اكيد عارف بان السيف عمره اللي افتراضي خلص وانه يحاول يصلحه خلاص وده ملوش اي فايدة وبياخد الباية تطلعهم على المسرح ومش بيتحركوا فبيحسب انه مفيش راجة من كلامه وبيرمي السيف في الفرن وبقولهم انه خلاص عمره اللي افتراضي خلص وانه دلوقات المفروض يعمل واحد تاني وبيقول بعدها في نفسه بانهم عارفين ده بس بيوهموا انفسهم باي امل وانهم حاليا مفروض انهم يدخلوا عن كبرياءهم ويعملوا واحد تاني واختصال الفيديو الندي في خد المطرقة وعمل سيف جديد زي الاول وفي نظر الداشم الحرفيين بيعلموا مهرات صورة اللي تعلمها منه ولكي في مقابل تاجير منهم ورشة حدادة وبيارد علي كمان الشيخ الاكبر قرن تايتانيك كانت عيلته بتطوارسه ويتكاوت بعض القبال تدخنى على مين اللي هيخلي ياخد ورشته وبيعق كل واحد يارد مراس عيلته في المقابل وبينتيل بيالحال في الاخر ورشة السخرة الحمرة اللي بتبقى الخرجة منها مانة النار والماء اسناء شغله ولما بيخلص بيسميهم الرئيس الزرق والحمرة اللي بدوره بيجرب السيف اللي بحركة بالسبس منه ادري لطاع قل السن السيوف اللي بيبقى فيها حجر صعب كاسي من غير المانة واول ما بيخرج بيكون الكل مستنيه وبيبقى مستغرب انه كان قاعد شغل موضعت اربعة يام واربعة من غير حتى اكل او نوم وبيبقى التانيين مبهورين من السيف ومن مهرات ديفي الفجرة وبينتيل بين المشب بعد ثلاثة اسابيع وكان ديفي طال الوقت ده بيعلم الاغزام الحدادة وبيكون معجب بشغفهم لكنهم لسه جداد واسناء هو وعد فوق التاني بيزم على الشيخ التاني اللي بيقوله بانه جايب حاجة تانية غير الشرب اللي بدور التاني بيتوتر وبيعتزول لها الحجر وبيطلع بانه التاني مش عارف حاجة اصلا فبيقوله بعدها بانه ساعد قريتهم كتير وانه الاغزام يتبعوه وفي نفس الوقت بينادي على شخص يجري من بعيد وبيقوله هو مش قادر ياخد نفسه بانه يدخل في القرية وفي الوقت ان دهجي التامن من الكلام ده بيكون في قرنجان جاي من ناحيته ولكن بتنقطع بينها لأحداث للقصر الملكي اللي بيبكر له تعب بيسيبه ويلعن في ديفي وبيطلع غضبه وحكده التجاه دي بالخدام وبيكون في شخص دخل من عدمه وبيكون اسمه فاس اللي بيقوله بانهم حاليا مصابين بخابة امل بسبب اللي عملته امه وبيفتح له بوابة بتكون شلي محتجزة جوه وبعدها بيعرفوا بان في شخص اللي يبعليه ولعنه وبيشيه اللي عنه دي بصبع واحد وبيطلب منه بعدها انه يتعاقد معاه فبيروض عليك رسول الاقرب ان ديفي مش عادي وانه عنده نقوش وعنده حد كمان يحميه اللي بيقوله التنب انه بتوع بس وانه حاليا مبعت ناس ترح تخلص على ديفي وبنرجع لديفي اللي بيكون صد الهجوم اللي جاي ناحيته اللي بيتقول ملكة الشياطب ان الناس اللي بتعمل حركات دي هم ممصصي الدم وده بيبقى وضح لها من اتشي الدم وبيكون التمعين اللي كان بقيتهم هو وحش غريب اللي شكله بيبقى مستعجل لانه بيهجومه جوم بفتة الجبل من تحتهم وبيتير الشيخو اللي معاه في الهوى من هزات الشديدة ولكن بيكون ديفي في الوقت ده فعل حاجة حماية فبتحضره ملكة الشياطب اللي يقدر يعمل كده وممصص دماء من المستورفية اللي بيكفر دماغه وبيروح يضرب الوحش وبيطلع رأي الحبر علشان يجرب عليه وبيعصف كتال شديد ما بين الاتنين اللي بيكرر ساعتها الوحش انه يهرب وبيقول ديفي بان دي حركة منهم لتقليل مصدر خلودهم وانه كده يفضل يتجدد بلا حدود وانه شكلك ده يطري استخدام قوات الارض علشان يخلص عليه واللي ادي العنصر ده اكيد واحد من الشياطين في مستوى اللورد الا اول ما بيحس بحركة من ناحية الشمال بيطلع رأي الزرق وبيضرب في الناحية دي وبيضر يلاقي الشخص اللي بيتحكم في الوحش ده فبيطلع يجرب بيكون ديفي قتله على شرفه اللي بيبقى فاكره التاني انه تجنن فبيحاول يستغل الموقف ولكن بيضر ديفي جنبيه وبيسأله وبيعمله وبيتجنب هجمته في اخر لحظة اللي بيخلي مصص الدماء قدامي لهانا اللي سبهاله ولكن بيبقى خائف منه لان ديفي اذريات الوحش السحر بتاعه ويعاب بيلعب وحوشه لكنها كالشبسي وانه غلطان في قراره وبقول بانه صادقا غلطان لانه الشخص ده مش طبيعي وبيكون ديفي في الوقت ده بيقدر يزيبه بتنواحد سيفه وبيضر يكتفه وبيعود عليها كنه مسند وبيقول بانه المفروض يشكره اللي لنسا مخليه عايش وكمان قطعه واحدة فبيرد على الشخص ده بالنواية مع الشخص الغلط لانه مش هيتكلم ولا ينطق اي حرف فبيقطع ديفي وبقوله بانه مين اللي قاله انه يستجوبه وانه يستخدم السحر المثالي للواقف اللي زادي وبيضمك ساعته بين السحر الارض والسحر الاسود وبيخلي جسد مصص الدماء يولع اللي بيقعد بعدها يتحل عليه انه يرحمه ولكن ديفي بيسي ويتقدم شوية وبيطمن ملكة الشاطين اللي الان عليه بانه مش له جمدة اللي يضع عليه اللي بيساله بعدها ديفي عن اسمه وبيقوله انه يعرف بنفسه اللي لسه بيبقى رفض انه يتكلم مع تعرضه للقار والتعذيب وانه ما بيطلع ديفي التقنية اللي يستخدم عليه فبيقرب كل حاجة وبيعرف باسمه واسمه امه كمان وانه كنت منه بلاء اللي بيساله بعدها عن سب تواجد مع معنصر الخلود هو الوحش السحري اللي بيقوله بعد ما سكت لي سواني بانه يموته وحسن له وفي الوقت ده بيخرج منه تقبل شعي نور وبيبتلي جسمه يتنفخ وبيقول في الوقت ده في نفسه بانه مش عايز يموت وبيحصل انفجار لجسمه وبيقول لينه ديفيب انه كان بيتم التلعب بي وانه جسمه متفخخ وانه اول ما يتكلم بحاجة يحصله تفجير ذاتي وبيحس بعدها من اللعنة اللي كان حطيتها على قلوس تشالت وانه كده الشخص اللي ورا كل ده هو في منصب النور ده واعلى كمان وانه ما بيرجع بلاه بانه الأقزام بيحاولوا يصلحوا الأضرار وبيعتزلوا سعة الشيخ الأول انه ورطه في الكتال اللي بقول له بعد الشيخ الأول بنعزه في موضوع الانفراد اللي بيقدم له مخطوطات ومعلومات يمشوا عنها لعادة صناع السيف وبيقول له بروح عليها لازم يرجع للملكة وبيعتزلوا من ان الوحش السعري ده كان بيستدفعه من الأساس وانه اول ما يمشي هتغتفي كل المشاكل معاه اللي بيسكته بيحاول يفك عنه سيكا وفي تاني يوم على طول بيتحرك ناحية مدينته اللي اول ما بيصار بيكون وراه وراه تقارير ولما بيخلص مشاويره بيروح ينام واسناه ونام بيبقى في شخص مستخب تحت البطانية اللي بيتفزع منه ديفي وبيكون فاكر من ان الشخص جاي له بسبب سلسلة نجاحاته اللي حققها اللي اول ما بيشيل غطب تطلع له بنت شعرها أحمر وبيبقى لسا فاكر بانهم بيحاولوا يستغلوا البنت وطيبت قلبه اللي بينادي ساعته على ايمي اللي بتزون في الظنة اول ما بيتلاقي عنده طفلة صغيرة فبيزع لها على انها بتدخل اي حد عنده فبترد علي ايمي بان ما فيش حد كان بيعتبها بالقوضة غيره فلما بتروح تشيل بنت بيتشاول بنت عليه وبتقول له بابا وبتطلع له بنت تانية شعرها أزرق اللي بيخليهم مش فاهمين حاجة اللي بعدها بنيدر نفعب بان الريا الزرق والحمراء طلعت أسلحة روحية تقدر تتجسد واللي بيخليه مصدم أكتر انهم بيقدر ياكلوا وبينفض لهم وبيسوي يعملوا اللهم ما عايزينه وبعدها بشوية بتدخل ويني عليهم اللي بتتجند بالعيل أول ما بتشوفهم وبتعرفوا بعدها بان كانت جاية تطمن عليه وبيتقول له بان القرى مصدوعة من أقزام التغيرات اللي حصلت في القرية في الفترة السيارة اللي حكم فيها اللي بيتقول له بانها كانت جاية علشان حرستها الشخصيات صابت وهي بتدفع عنها وان الاسسين واللي هطباء فشله في علاجها وان كل اللي عمله هو استغراج السم ولكن بتعرفوا بالنظرة عرق جديدة زي ابو عزارة على جسمها اللي بتقول عرض دماء لفليه اللي مش بيرتحغل لما بيقومون فيزبوس وانه نقبط النظار في الموضوع ده واللي بيبقى لسه شغل دماغه أكتر وهزي المرض ده موجود في العالم ده وبيبقى مش فهم زي البرمين اللي متخلفين قدروا يعملوا سم زي ده فبيعود على القرص يقول لشخص مش شايفينه بانه عدى لمسفة كبيرة علشان يوصل هنا وبيدر يخش أخيرا وفي الوقت ده بيظهر الشخص ده نفسه فبيكمل ديفي كلامه بانه سعر المعلومات اللي هيجبها اديه فبيرد على التاني بانه طالما فلوسه كفاية هيا در يجب بوكسر ملك المملكة اللي جنبهم لو هو عايز كمان فبيبقى تفكير ديفي المنحرف فاميري بمملكة ألان اللي بيقول لك في الاخر بانه يكشف عموضوع حارسة ولي وفي الوقت ده بيكون بيشوف نفسه حالته وبيعرف انه اسمه جاك من فاصلة الالف الاسود واول ما بيارد علي ديفي الفلوس بيرفض وانه ميتحزب بعد ما يخلص العملية اول ما يخد الشرط الاوكي وبيختفي بعدها وبتكون بعد الحزة ديفيوين بيتكون وانه عايزه يتحرط وفي الوقت ده بيشارك في الحوار اوليس وبيعرف عن نفسه بالنساعمة الدرغة الخامسة وانه من البرج الاحمر اللي بيروح بعدها يتكلم مع وانه فبيزدد غضب ديفي اتجاهه وبيكون عايز يخلص عليه ولكن سيدات الشياطين بتهديه وبيكون ديفي عارف انه من البرج الاحمر وانه من عبرقية البرج بس هو اللي كان بيدعي الغباء اللي بتبقى مشكلة ديفي دا كله انه بيتكلم مع وانه اللي بيبقى على تكة ويفجر راسه فبيبتدي وانه يسيف تخر بنفسه بانه عنده سعر الفضاء وممكن ينقل هاي حاجة اللي بيوافق ديفي اخيرا بعد ما تشمل غروره فبيادر فعلا ينقلهم في لحظة ولكن ببقى ديفي شامي وريحي التعافون جسس فبيطلع شخص يجري عليهم وبيعرفوا بانه اتبعت من مركز الامراض لمواجهة الحوائج فلما بيعوزوا يمشوا بيحصرهم حارس وبيطلب منه انه كنت لينجيتون بانه يمشوا وراه فبياخدهم للاصر بتاعه وبتعرفوا انه بانه دي مخاطعة ملك بارس اللي بيرود على بانه دا كان غزب عنه ولكن هو من الامراض وانه سلطته عالة من كده وبانه يقدرنا يا رب بعدها بانه مركز الامراض واخذ جزء من موافقة من ثلاث امبراطوريات وانه هدفهم وارعية طبية وبيعرفوا بانه في مرض انتشر عن دومس مدم الشيطان وبتبدأ مع المريض ببوعة زرقة وبتوصل دايما للموت وانه كل الناس في عزلة بسرعة تفشي المرض دا وبيعرفوا بانه حاليا سلطته بتتخطى حتى سلطة حاكم المقاطعة في الظروف اللي زي دي فبياخدهم بعدها جولة في منطقة العلاج وبيكون المكاملين بصراخ المرضى فبيودي يليف في الغاية ما بيلاقي بوتنا اللي بيقول الملكة بانه خارج من ناحيتها راحت زارة الرهينس وابتبقى الزارة دي دي من اخطر النباتات السمة وانه بيروح دي في بص عليها بيلاقي بانه درجة حرارتها وصلت للساعة وثلاثين درجة وبتكون فحلة حرجة وعلى وشك الموت وبيقول دي فيب ان المرض دا اسمه الجرسوم وسرع التجمد وانه دا مرض من العلم تاني وانه تعمل علشان يتفوق على باية الجرسيم وانه مرض لو تصف واحد منه بنتين لملايين بسرعة وانه في العلم اللي في المرض دا خد منهم عشر سنين علشان يلاه القاح وفي الفترة دي مات ميتين وتمانين مليون واحد فبيحاول ساعتا انه يساعدها وانه ما بيمسك المشرط بيوقفه بارنو بقوله ان دي منطقة محزورة حتى لو كنت امير وبيأكله له ماشا خوفا عليه من انتقال المرض ليه وفي الاسنان ده ابتبقى في حالة انتشار عنده المرض بشدة فبيحاولوا يدلو ايوم سكين ولكن دي في بيوقفهم وبيعرفوا بان انه عملوا كده فراجل دا يموت اللي ساعتا بيلاحظ بان الدم تقلط عند درياتين فبيقدر يخرج الدم ده وبيقللها ترجع مستقرة فبيخد في ساعتا عينه علشان يقدر يعمل منها للتعلاج اللي بيرجع بعدها للأس وبيعرفوا انه بالأحداث واللي بيحصل هناك اللي بعدها بيخرجوا بيسيبهم وبيعادي فقر في اللقاعة وفي الوقت ده بيطلع له جاك اللي بيديله الحاجة اللي كان عاوزها منه وبيطلع منها وراء مليانة بمعلومات فبيطلب منه بعد كان انه يدلوا الحاجات اللي يكتباله في الوراء دي وانه يحط الفواتير على حساب مركز مكافحة الحواق وفي اليوم اللي بعده بيبقى انه قلت دير ما بينه كنت بسأب تغيير طريقة العلاج اللي بيسكته ساعتا ديفي على انه يقدر يساب التفسون بارح وبيسأله سكني يقدر يعمل وصل العلاج ولا لا وانه مش جايه هنا علشان ياخد اماكنهم وانه المملكة دي مملكتهم وانه شايف انه واهل ده وليما بيجي اللي بيبقى كنت بيتكلم مع كوليو اللي بيقولوا بان ديفي لو لها العلاج فده يخليهم في موقف صعب وممكن تحصل تشككات وانه كان لازمة ساعتها يرفض طلبه فبيعرفوا بان لو ديفي لها العلاج فده يفيدهم ويفيدوا والتاني وفي جايه ديفي اللي بيحكينا بانه انه ما سادات خلصت منه ووديته كاسم العلاج وبيروح يعفلوا الكونت في المعمل علشان يرايبوا وبيعمل ايه اللي بيروح بعدها ديفي يستكشف العرض اللي بتعني منها المرضى وبيعرف اخيرا ديفي يعمل اكسام ضدها المرض ده ولكن بعد ما قابل ديفي لينجيتون بقول للمملكة بان شكله من بره بيدي طيب ولكنه حاسس بشعور غريب ناحيته وفي الوقت ده بيكون ويلس بيكلم البرج الاحمر وبيعرفوا معلومة استكشاف ديفي للعلاج وانه يقدر يعملها في اربع ايام بس وبيساله بعدها العجوز عن الحاجات اللي كان يقوله ان يدور عنها فبيقوله بانه فقد المعلومات ولكنه لسه شواف فبيبعد يحكي العجوز عن الشخص ده ولكن الكلام بيقف معنا من فجر في الاصر اللي عادة في ويللي اللي بدير قوليس بيسيب محادسته وبيروح يشوف ويللي بسرعة فبيحاول ينشف المكان بالسحر ولكنه مش بيليه اصر ليه وبيفتكي الكلام معلومة العجوز عن الشخص ده فبيستخدم سحر الطيران وبيجي المكان اجتماعه وفي الوقت ده بيكون الحرس حاصرهم فبيعمل فادي في النوع بيته وبيسال برون على اللي بيحصل وفي الوقت ده بيكون قوليس بيكافع للوصول ولكن بيقابله في طريق قوليو وفي ناحية ديمي بيكون الحراس نوين يخلصوا عليهم فبيكسر ديفيلي الحرس سلاحه وبيكون صد اجميته بيده العارية اللي بيستخدم علي الفرس شحنة الرادة وبينزله شغل لما يتفحها وبيعرفوا بان اختاروا قتل شخص فهم برضو عرضة للقتل فبيتكون ملكة الشياطين مش عجبها قتل ديفيليهم فبيقول لها حاضر وبيقتله اثنين تانين وبينادي على جاكل اللي بيطلب منه الاهتمام بجزء سوء قتل الباقي فبيروح بعدها للبرون وبيطلب منه ان يرجع للعادة علشان المرضى وبينطلق من خلال الجنود اللي بيعرفنا انه واني اتخطفت وانه استخدم تعويض ستة عقب فبينزل واستخبارها من جيش المركز اللي بيستخدم تعويضها بسيطة بيقدر من خلالها يقتلهم كلهم مرة واحدة وبعدها بشوية بيكونتي بيوصل للكافي بيحتفظ بيكونتي بالناس اللي التقربة اوف جيت اوليس بيكون خسرا ومحطوط عليه اللي بيقعد ساعتها الكونتي يغزوا اللي بيخليه يدايه ويمسك سلاحه وبيقعد بيقعد على الارض مزلول اللي بيطمنوا بانه يخلي بينهم شوية فران تقرب على انه ما يخسرهمش وبنا يا رب بعدها بالنس من حياة ولينكين وانه اول ما بيخرج بيخطف متين شخص اللي اجراء التقرب عليهم علشان يلاقي دول مرض نادر واللي بيهت العشقات المتسلسل واللي بيهت المية جزار واناكين اللي بيهت الالف بيتسمى بطل وبعدها بيقول ساعتها بني الامير ديفي زمنه مات وهو اللي يخد الفضل في انتاج العلاج وانه وليسي التنايبه فارت غارب اللي بيوجه له كوليو لقطع ايدي اللي اثنين وبيكون ديفي انقذ الكصة وضرب كوليو وبيوجه له بعدها اعدت لكمات سريعة بيخلص عليه فبيروح ديفي اشفي واليس بسعر من الدرقة السابعة وبيروح بعدها يخلص على الكونت اللي بيتعاله دراعه وبيرمي ديفي كمان من فوق الجبل وفي الوقت ده بتصحو اللي وبيكون كوليو لسا عايش وبيهجم على ديفي كمان من داره اللي بيتوقفه الرايا الحمرة وبيبقى عاد مستغرب من اللي سيف روحي فبيسيب واللي معه قوليو يسيب يروح يزبط سادي السيف كوليو وبالله وماشي بانه مش ضعيف زي ما هم فاكرين فبيبقى كوليو طبعا في السيفين ولكن الاول بيهجم على الرجل اللي كنت علشان يشيل حرقته وبيروح يهجم على التاني اللي بيخليه يتكاكر ويرجع زاحف ومش بيكتفي ديفي المفترد ده وبينزل على بواب من اللكمات اللي بيبقى مش عاديه كل يوم يدي له حتى فرصة للرد فبيقول ديفيب انه اعمل خفيه فما تعرفه ملكة الشياطين بنوصل لحدوده ومش عرف في تجاوزها وبيواجه له كلام بانه عايز يزرع جبل وحوش علشان يستعيد جسمه المدمر وانه كمان هو السلم القطة اعطي رق ان المرض ينتشر ويضر يعمل تغراب اللي هو عايزه اللي اسنما ديفي سرحان في كلامه بيوجم على التاني على غفلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة